سلام وأمان ورحمة وبركات عليك أيًا كان مكانك في هذه الدنيا، أيًا كان دينك، أيًا كان جنسك، وأيًا كانت جنسياتك وهذه هي الحلقة أو اللايف رقم 2 الجزء الثاني من سيكولوجية الهداية وأصارحكم القول أن أنا بحب أفيد وطلع من عندي أكتر فهيبقى له كمان جزء ثاني، ثالث كمان وهيبقى له جزء رابع إجابة أسئلة فالنهار دا هيبقى الجزء الثاني إن شاء الله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بعض الناس للأسف لا يفقه القول وبيعملوا حاجة بنسميها في علم النفس الاستنباط السلبي وده يمكن لما أعمل برنامج رمضان إن شاء الله أو بأعمل برنامج الشيطان بيعمل إيه في أذهان الناس هتاخدوا بالكو خطورة اللي بيحصل في حياتنا في الحتة دي عارفين زي ما قلنا في كورس قوة كلمة التفكير إن الفكرة ممكن تدمر صاحبها قوة الفكرة ممكن تخلي حياتك جنة أو نار هنا وحياتك في الآخرة جنة أو نار فمن ضمن الحاجات اللي بيعملها الشيطان بزمية الاستنباط السلبي إن حد يكون بيقول شيء في اتجاه يقوم الشيطان بسرعة رمي لك جملة في العكس ومع تضخيم وإخباط لك الدنيا تقول أنت مخدود وإيه عشان يبعدك عن المعنى الأصلي اللي هو بيقوله فاللي بيكون بيتبين طب اسأل تبين هيفهم لكن اللي بيبدأ يثور ونتكلم من هذا أكتر في كذا حاجة توضح موضوع الضلال والهداية كمان إن شاء الله وبنقول فيها نكتة واحدة قعدة مع حبيبها أو واحد قعد مع حبيبته اللي اتنين بيحبوا بعض يعني فيه أمر في السماء فهي بتقول له شايف الأمر يا حبيبي أما إله ليه هو نعمة أيوة هو شايف الكلام الإيجابي والرومانسية الرائعة والكلام المشوه والاستنباط السلبي هل هي تقصد إن أنت أعمى؟ هل هي تقصد إنها تسيء إليك أو تضرك؟ ده اللي شيطان بيعمله إيه ده وأنت عام يا أم هب منجرف ورا الفكرة على طول وفيه ناس عايشين في الحياة كده كتير جدا 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 زي مثلا من ضمن الحاجات اللي حتى شفتها في التعليقات بتاعت الناس لما كنت بتكلم المرة اللي فاتت عن عن النار والعداد بالنار واللي بيحصل في الجلد فبتكلم أم حد أم كاتب في التعليقات إيه ده؟ هو مفيش في الآخرة؟ نار؟ مين قال الكلام ده؟ مين مجنون رسمي يقول الكلام ده أصلا ده استنباضك إنت عيد جملة بقولها كتير قوي وقلتها في كذا مكان وقلتها في حلقات رواعي عام القيامة وكل فترة بقولها ومش معقوله كل محد يعمل لايف يعيد كل بقى الحاجات هفضل عيد تكرارات مش هينفع اللي بيتابع فاهم اللي بييجي كده وبيلقط حاجات مغير ما ياخد باله وبيبدأ الشيطان يدله ويدمره كلام الله سبحانه وتعالى له إسقاطات كتير جدا إسقاطات دنيوية وإسقاطات أخروية إسقاطات طاقية وإسقاطات مادية إسقاطات نفسية وإسقاطات جسدية إسقاطات معنوية وإسقاطات حقيقية أنا قصدي فكل ما كنت وعيك بيعلى كل ما أدركت أنا بركز في فترة كبيرة بحكمة خصوصي في علم النفس عن القوانين الاستحقاق في الحياة اللي أنت عيشها الآن هنا الدنيوية عشان تحمي نفسك من مصايب كتير في الدنيا وبالتأكيد مصايب كتير في الآخرة فكن منتبه لها حاجة مهمة كمان بعض الناس وأشكرهم جالي كذا مسيج من حد من علماء لغة عربية رائعين وحييهم على هذه رسائل جت لها رسائل على الموبايل بيقولولي أن أنا أخطأت فيه معنى كلمة كفار وأن كفار صيغة مبلغة من الكفر فأنا أشكرهم من القلب سنعني بس فأنا أشكرهم من القلب على الحتة دي وعايز أقول الموضوع ده كان فعلا بالنسبة لي شائك وأنا في بدايتي زمان يمكن من أكتر من عشر سنين وأنا بتدبر في القرآن كان فيه بعض القواعد في اللوحة العربية وتلاقي في القرآن في حاجة بتبقى ملخبطة أنا عندي قاعدة أو قناعة إن اكتاب ربنا سبحانه وتعالى هو تبيان كل شيء وتفصيل كل شيء أركزوا معاي كده كان من ضمن الحاجات اللي كانت ميخلييني مستغرب إن الناس اللي بيكفروا الناس أو اللي بيتهم غيره بالكفر ده موضوع خطير جدا وموضوع فيه تألي على الله معقولة ما يكونش له حاجة واضحة في اكتاب ربنا لغاية ما اكتشفت اكتشاف خطير كنت ساعتها ببحث لما كنت بعمل كورسة اختراج المجال الطاقي واللي حضر معايا الكورسة عارف الحتة دي كنت ببحث في موضوع الكذب والتصديق واللي هي الآية اللي بتقول فأما من أعطى واتقى وصدقى بالحسنة فسنو يسره لليسر كنت عمالها ببحث في موضوع اليسر وزي يعيش اليسر في حياتي فوقفت عند مصطلح الصدق والتجذيب فلقيت آيات بتتكلم عن حد كاذب ولقيت الآيات اللي بتتكلم عن اللي بيتهم غيره بالكذب اسمه مكذب ولقيت نصوص بتتكلمه حتى يمكن حتى في لو قلنا في بعض الأحاديث النبوية صدقك وهو كذوب فكذوب مبالغة من كاذب ولقيت كذاب مبالغة من مكذب وده اكتهاد قد أخطئ فيه وقد أصيب يهمني أن أنا أوضح الحتة دي لكن لما أنا لقيت أن الآيات واضحة بتتكلم في جزء على اللي هو نفسه بيكذب وبيتحرى الكذب وفي جزء تاني بتتكلم على اللي بيكذب الناس كده حصل توازن فأنا دايماً باخد بالأحوط فأنا أخدت بالمعنى ده وأعدت فترة برضو متردد ما ممكن أكون غلطان ممكن يطلع فعلاً معناها الكذاب هو كثير الكذب لغاية ما جات آية تانية أكدت للموضوع لما كنت بابحث في موضوع الكفر وموضوع الإيمان ولأن الموضوع ده موضوع نفسي بحت هو جوه بيحصل في النفس من جوه الكفر والإيمان شغل علم نفسه كله من ألف لليأ فلاقيت إن فيه آيات بتتكلم على الكافر وركز معاي كده والمبلغة في الكفر اسمها كفور إن هديناه النجدينة إن هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً معاي مبالغ في الكفر بيقرر الكفر ففي كافر وفي كفور وبعدين لقيت فيه آيات بقى بتتكلم على كفار بيكفر غيره هنا المعنى اللي أصبح أقرب إلى قلبي واتبعته ومشيت وراء اللي بيبين التوازن اللي حصل في الكتاب أن كلمة كفار هي مبالغة في تكفير الناس وكفور مبالغة في الكفر واستمرار فيه بالكفر بآيات الله والكتاب والرسل واليوم الآخر والمعلومات أو البنود اللي ربنا قالها في الكفر حاجة مهمة تانية برضو بعض الناس نبهوني وقالولي أنت بتقول بساعات كده الآيات هربت من دماغي فيعني دي حلتة مش لذيذة يا ريت تستبدلها بكلمة نسيت فأنا إن شاء الله هستبدلها بكلمة نسيت بعد كده ولو غلط تانية والعقد اللي هو يعني يبقى دبهوني بعض الناس برضو تكلموا في موضوع يهود ونصارى عايز بس أقول حتى في الجزئية دي البنود بتاعة الهداية والضلال كل بند منهم ممكن في حاجات منه ممكن تبقى محتاجة سيكولوجية لوحدها وفايل كبير لوحده فلو أنا فتحت كل حاجة وكلمت فيها بتفصيل مش هنخلص خلص فاليهود ونصارى عادت عليها بسرعة بإذن الله أنا إن شاء الله ناوي أعمل حاجة اسمها سيكولوجية الدين والملة وهتكلم فيه بالتفصيل بقى ولماذا كلمة يهود معناه كده ولكن هديكوا هنتوا وبحاثوا وراها كده عارف لما واحد يهتدى هو أصلاً يهود من جذر هذا يعني أو هودة خلاص هذا أصلاً ففي واحد هدية وواحد هادة وحد يهوده فهمتوا قصدي؟ فهذا هو بنفسه هادة يعني عمل حاجات وقاد نفسه لشيء إيجابي هادة يهوده معناها بيعمل حاجات فيها إكراه وإكبار لجعل الناس تهدى باستخدام السيطرة واستخدام القوة فهي واضحة للي يبدأ يفكر ويرجع لجزور الآيات وبالتالي تبقى فاهم بقى عشان تبقى الحتة دي واضحة إن كل رسل الله بلا استثناء اسمهم عند الله مسلمين وأتباع رسل الله بلا استثناء اسمهم عند الله مسلمين كل الرسل بقى أتباعهم طلع منهم ملل ففي منهم ملة يهود وفي منهم ملة نصارى وفي منهم كفار التلات حاجات دول طلعوا من كل الرسل يعني بعض الناس ممكن يكون يظنوا إنه بالاسم كده بحبة ساميها انتسبة إن أنا منتسب بالبطاقة بس كده إلى مثلا سيدنا محمد أو سيدنا عيسى أو سيدنا موسى ويظن كده داخل الجنة هو بيكون كافر ومشى خباله وبيكفر بحياة كتير زي مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثة ثلاثة نيكلف فيها حتى نعضف جنود الضلال فهو يظن وكا صح وربنا واحد من ثلاثة لا أنت كده في مصيبة سودة فالنقطة المهمة لدي تكون فاهمها إن كل أتباع الرسل طلع منهم التلاتة دول في منهم مسلمين في منهم يهود ونصارى وكفار خلاص في بقى أمة غلبة عليها إنهم يهود ويتكتكوا ويمخمخوا ويحتلوا دول ويغتصبوا أماكن معينة بالقوة فبقى واضح واستلح عليهم إنهم يهود لكن دي مش ديانة دي ملة معايا فبالتالي تعريف كلمة يهود لا ينتزع هؤلاء الظلمة أو المحتلين أو الظالمين ده داخل من ضمنهم هو محتل بالقوة الغاشمة أساسا وأكبر الناس على أشياء بقوة وصلت لشانك أقول إن سيستم يهود بقوة فيه إجبار فيه سيطرة برضو حاجة مهمة تانية ألفاز القرآن دقيقة إن كلمة يهود غير هادة إن هدنا إليك معايا والذين هادوا في القرآن مختلفة يعني الذين هادوا فيهم إيجابين وسلبيين لكن يهود في القرآن كلهم سلبيين 100% لفظة يهود في القرآن سلبية 100% فمن بسبات أو بملت يهود سلبية 100% لكن هادوا في منهم سمعونا للكذب في منهم سمعونا في منهم ومنهم ففي ناس إيجابين واسبليين فيهم من الاثنين معايا الذين هادوا عشان كان الذين هادوا غير يهود والذين قالوا إن نصارى غير نصارى في القرآن بس لما تكلم إن شاء الله في الفايل ده هواضحها عشان كانت ربنا بيقول في القرآن إيه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود واضحة اللي بيجبر وبيسيطر وانت فتفكر انت كذا أو يجبر على حاجة معينة هما يهود أشد عداوة هتلاقيه حتى لو كان من أهلك ولا من عائلتك وكذا أنا شفت حتى بلاوي يمكن في يوم الأيام هوضح الموضوع بالتفصيل إن شاء الله قرارتها غير استراتيجية بتاعتي وقريبا هتلاقيه حاجات قوية جدا بإذن الله إن شاء الله في الموضوع ده فاللي بيجبر وبيسيطر وبيعد ده أشد الناس عداوة اللي عايز يسيطر ده اللي عايز يخليك تقفل بؤك وما تفتحش بؤك وما تتكلمش ده ملة يهود ده أشد الناس عداوة تلاقي الشيطان ركبه وبيتكتك وبينكر وبيخطط لضررك لأذيتك لفتحك لا لا لأخيره دول أشد الناس عداوة ده ملة يهود الذين قالوا إن نصارى غير النصارى مختلفة تماما عشان كده حتى ربنا ألف القرآن ولتجدن أقربهم مودة أو اليهود الذين أشركوا يعني حتى عداوة اللي عنده شركه بيشرك مع الله حاجات تانية تلاقيه برضو أشد عداوة معايا ولتجدن أقربهم مودة الذين أمانوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون في المتقصة دي فاللي قالوا إن نصارى لا يستكبروا عشان كده المهم تكون محدد المصطلحات التعميم ده ودي حتى منهج نفسي شرحته قبل كده اللي خد كورسي اختراك المجال الطاقي منهج يابيض يسود يكله يبلاش حط كل الناس في بوطاقة واحدة هو ده بجد اللي خرب الأمة بصورة قوية اتكلمنا في 26 نقطة من الضلال الفترة اللي فات أسباب الضلال وهنكملهم النهار ده إن شاء الله وهنخش بعكها في تفاصيل تانية ويعني الهدف الرئيسي اللي عايزك تكون مركز عليه إنك تكون جاء ورق أو قلم وكاتب النقاط بقوة عشان تكون مركز وتبدأ تحلل إنت فين من دول والنهار ده إن شاء الله هنتكلم على يعني أنت تقول أنواع الهدى عشان تبقى محدد أنا أقولتكم الفائدة اللي فات أو الحلقة اللي فاتت الهدى مهمة تكون محدد هتوصل لفين هتروح فين من نقطة لنقطة فإذا ما كنتش محددها بدقة أنت ضايع اللي ضايع ده ضال مش متحدد هو فين زي الوام سميناه في كورس قوة كلمة تفكير منهك بعيدا عن هو عايز يبعد عن أشياء طب رايح فين بقى مفيش فهيضل مش محدد بدقة هو عايز يروح فين فلما يكون متحدد بدقة سواء إيجابي أو سلبي اسمها بيهدى إليه فهنتكلم بالتفصيل في بعضها إن شاء الله طيب نقطة رقم سبعة وعشرين من أسباب الضلال خلينا أقول بس حتى أول نوضح دي وبعد نكمل حتى دي عصيان الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا عايز أقول لكم أنها الفائل اللي فات كنت مستعجل شوية عشان عايز أخلص الفائل واحد وما يطولش وكده ولكن فاستعجالي كان مخليني أحيانا حتى أنا بتفرج عليه ثاني وأنا عمال وقرأ كان فيه آيات أنا مش عايف إيه اللي كان حاصل لي عمال حتى إزا كده بتطلع أو الميموري كان بتطلع فكنت بقرأ الآية باللي في ذهني مش باللي أنا شايفه وكان حاصلت كان حاجة عجيبة كده خدت باللي منها أنا بعيد فإن شاء الله ركس في المرضي متحصلش تاني بإذن الله الحتة دي ف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا خلينا أقول نقطة مهمة أوي أوي إن أنا لما لاقي ودي حتة خطيرة ودقيقة جدا لما لاقي آية بوضوح بتكلم عن عصيان الله سبحانه وتعالى وعصيان الرسول النقطة دي غاية في الخطورة ليه؟ لأن الشيطان استغلها استغلال استغلال سيء جدا 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 لم يستطع التلاعب في كتاب الله فاستطاع أن يقنع بشر ليتلاعبوا في أي حاجة جاية من الرسول عشان يسيطر عليهم بالحتة دي وبالتالي أحط لهم معلومات ركز معايا تخالف كتاب الله ومسك لهم الآية فيتخضوا لما يلاقي اسم الرسول في النص اللي قد يكون مكذوب ومن فضل الله سبحانه وتعالى العلماء القدامى الرائعين انتبهوا إلى هذه الخدعة الشيطانية واكتهدوا وكان في مئات الآلاف إن لم يكن أكتر من مليون حديث منسوب لرسول الله الأكتر منهم كان مكذوب هعيد الجملة تاني الأكتر منهم كان مكذوب كمية الكذب اللي تحط رهيبة جدا 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 لما تسمع الأرقام محتاج تخلي عينك مسحصحة كويس أوي لأن ممكن يكون حتى اللي بيدور وده المنهك بتاعي بقى ممكن يكون غلط فلو تسربلك انت كمان حاجة يعني مثلا زي ما قلت قبل كده وبعض الناس لأسف بيتهموني بها كذب يعني لك بتطعم في البخاري الإمام البخاري اجتهد وجمع بيقال سبعمائة ألف حديث وبعض الناس قالوا ستين ألف حديث نسف منهم ستمائة ألف وشوية اعتبرهم كذب هو كده مش بيطعم في السنة هو بينقي عشان بالمعيار اللي هو حطه هو اللي حطه منفردا كشخص لوحده وعشان كيف تقولي يا جماعة ده كان بدء عنده 18 أو 16 سنة على ما أذكر فبدأ صغير انت فوقه في ناس كبار خايفين يقربوا فيه ايه هو كان قوي في الحتة دي معايا وبالتالي نسف بقوة ولما نسف حط اللي هو طلعه واكتهد في كتاب فده اكتهاد بشري اوعى حد يقدمه لك انه دين ده اكتهاده لو كان غلط فيه وانتخدت منه حاجة ومشيت وراه ما انت كانت تتبع زي الناس تانيين بالزبط لكن طالما حصل كده لازم يبقى فيه حالة أفودنك لأن أنا كمتخصص في علم النفس لما كنت في صراع في الأول فيه حاجات مصايب متأدها باسم الدين فيه حاجة غلط فلما الواحد بدأ يحط معيار قوي ويتتبعه اكتشف من وجهة نظره أشياء بقوة جدا بتأثر على الناس وتدمرهم النقطة المهمة لازم تكون عارفها عشان ما حدش يخوفك لأن اللي بيلعبوا كتير واللي بيبدأوا الشيطان يحركهم كتير قوي جي بعد كده تلميذه وشوفوا بقى الروعة اللي بيفكر أو اللي بيشغل عقله الاستاذ البخاري ما اكبرش تلميذه يمشي وراه تلميذه ما اخدش كتاب البخاري واقعد يشيره لا تلميذه برضو كان واعي فقعد يفكر وقعد هو كمان يحط معيار تاني خد المفاجأة فلما حط معيار تاني لغأ حديث من كتاب أستاذه وصلت شال مش فاكر الرقم بس ما عديين ربعمائة خمسمائة حديث شالهم اعتبرهمش صحاح ولم يأخذ بمعيار أستاذه وعمل كتاب تاني سماه صحيح مسلم وحط فيه المعيار بتاعه وهعيد الجملة شال مسح من هذا الكتاب ما يعادل ستمائة سبعمائة حديث أنا مش فاكر الرقم بالزبط اللي هيبحث هيعرف بقى بالأرقام فيم تقصه دي ما حدش لأن كانت الأمة ساعتها بتفكر بوعي ما فيش ناس بقى بيغلوا ويزبدوا ويتهموا الناس بالباطل لما حط المعيار بتاعه طلع الكتاب بتاعه أصغر فيم تقصه دي وجيه عالم ثالث وعالم رابع وعالم خامس وبالتالي بدأ ينشأ الاختلافات ما بين الكتب طبعا لأنها بشر اللي عملها وعيد الجملة تاني ولو كان من عندي غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا فعشان كده هل تكون صاحي كويس قوي عشان حتة عسيان الرسول دي بيتلعب بها كتير دورك تتأكد إن النص لا يمكن يخالف كتاب الله لأن تم وضع نصوص كتير كاذبة لإلغاء آيات من كتاب الله بحجة هذه الآية حاجة مهمة تانية كمان بقى زي ما وضحنا المعنى الأعمق لكلمة رسول وعايز أقول إن المعنى ده لأسف بعض الناس بيتضيقوا منه اللي بدأوا ياخدوا الأمور شخصانة وإن كلمة رسول كان إنه شخص مش كحالة معايا فإذا أنت عايز تاخد المعنى ده براحتك مش عايز إحنا بنرتقي أو بنتقي الله سبحانه وتعالى وبناخد الأحوط والأكثر دفعا للقرب لتراك الهداية أو لمركزية ربنا سبحانه وتعالى فالمعنى اللي ربنا هداني إليه لمعنى كلمة رسول إن لما كنت بتتبع كل لفظة رسول في القرآن في القرآن كان بتيجي بمعنى بيبين آيات الله بيوضح آيات الله بيقدم آيات الله للناس فالآيات اللي ربنا قال فيها وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله الموضوع ده شامل جدا لذلك اجتهد الشيطان بقوة لنسج كذبة انتشرت في العالم الإسلامي إن ما عادش فيه رسول رسول انتهوا لا ممكن أقول مجازا من يوحى إليهم الكتب انتهوا لكن رسل الله مستمرين ما بقيت الحياة في الأرض ولن ينتهوا إلى الأبد ورسل الله كل اللي حواليك رسل الله خلاص كده وبالتالي ممكن تبقى انت بتعمل شيء كذب فيجي لك حد يبلغك آية هو في اللحظة دي بعثه الله إليك ما وخلي بالك ما فيه الشيء في الكون صدفة اللي بيؤمن بالصدفة يكفر بالإله كل شيء بقدر كل شيء بمقدار وضعه الله وبالتالي لما ربنا يقوله ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فهيبعت لك رسول الرسول دي هيقولك إيه؟ هيرجعك لكتاب الله ده وضع الرسول أي رسول بيرجع لكتاب الله وبيوضح وبيبين فأي مخلوق أمك أبوك طفل صغير راجل لسالة كمبيوتر ماسج شير أيا كان جالك بنص من كتاب الله هو في الحالة دي رسول ركز معايا لو عصيت هذا الرسول اللي هي الآية طبعا مش بيكام على البشر مش تمشي على مزاك شخص يعني لا هو بيرجعك للآية فإذا عصيت هذا الرسول ولم تتبع هذه الآية انت بتفعل قوانين الجزاء وانت حر يعني أنا شفتها كتير في نجالسات كتير ولما وضحتها نعمل فيها فائل كبير مكثف جدا بتفاصيل وازاي تنمي عندك ملكة إدراك الرسول وحتى تكلمت ان علماء النفس لما تكلموا عن الحواس محدش تكلم عن حاسة إدراك الرسول ودي حاسة من أخطر الحواس متكلم بها بالتفصيل في قوانين الاستحقاق مع تدريبات عملية اللي تعليها لأن اللي هيعلي عنده حاسة إدراك الرسول ده خلاص هيحمي نفسه من أي جزاءات سيئة جيله لأن لما ييجي الرسول وبييجي مرة أو اثنين أو ثلاثة بقى كيه بيجي العذاب ويجي الألم النفسي أو الخطر بيدخل الشيطان في التوقيت ده بقى لما ييجي هذا الرسول يجننك وينرفزك ويخليك تهاجم وتغلي وتزبد عشان الغضب يعمي الغضب من الشيطان ونجح الشيطان يخلي كلمة الغضب مؤسسة دينيا ومقننة دينيا مع إنها علميا كل أنواع الغضب بلا استثناء هي من الشيطان الغضب بيعمي البصيرة الغضب بيلغي نور الهدى ونور الإدراك والبصيرة ويحولها النار فيدخل الشيطان بأحكامه وقناعاته اللي يعمي الناس عن التفاصيل دي بكر بص الصورة عملت زي الحكاية حبيبي شايفني بص لي هنا ده كده عمل لي آه خلاص بزلت ورجع تاني كان في خطأ بس بنبه المخرج عشان يعدل المهم فمهم تكون مدرك الحتة دي عشان تبقى واعي لموضوع ده بص بقى الآية التانية الخطيرة جدا لأن اللي بيعصي وانتبه بالله عليك وعيد الجملة انت ممكن مثال واحد النهاردة بيسوق عربية وركز معايا ربنا أمرنا نسأل أهل الذكر وربنا أمرنا نطيع قولي الأمر ولي الأمر معناها الشخص المتولي أمر شيء فبقوانين المرور ولي أمر المرور هما جهاز المرور لما جهاز المرور يقول لك اعمل الحزام جهاز المرور يقول لك ما تمسكش الموبايل هو كده بيرجعك لأمر قرآني قطع ولي الأمر هو أمر ده أمره ده لعبته ده شغلته ده دراسته ده تخصصه فلما يكون حد ماشي وبيستخدم العربية بطريقة سيئة وماسك الموبايل لازم ربنا هيبعات له رسول من قولي الأمر يقول له ورجع للموبايل ما تمسكش الموبايل اعمل الحزام ما سمعش الكلام بيعمل حدثة خدوا المفاجأة بقى بييجي الرسول تاني أنك تشوف حدثة قدامك حصلت يعني في الغالب أنا ما عملتش فيها بحث مكثف قوي بقنن علميا ولكن أقدر أقول أن معظم اللي سألتهم عملوا حوادث لازم يكون شاف حدثة قبل كده فعشان كده بقول إذا شفت حدثة راجع نفسك إنك بدا تتقرب ارجع التزم بكل القوانين اللي تحمي نفسك وإلا تبقى أنت الخطأ اللي بتعمله ولو استمرت عليه هتبقى حدثة كبيرة بصورة كبيرة جدا اللي مش عايز يقتنع بقى إن ده رسول وهيبدأ الشيطان يخليه يغلي ويزبط لأنه عاوز يمنعه عن هذا الهدى هو حر براحته وساعتها لا يلومنى إلى نفسه لو وقع عليه الجزاء السيء في الدنيا وهو حد يجي خضره ويقول له ده بتلقى من ربنا يصبر واحتسب هو مش فاهم قوانين الله وإن كل شيء بقدر وبتفصيل أكبر وأدق من الظرة بصورة كبيرة ركز معي بقى على الآية دي وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أي رسول أرسله الله بآياته الناس كانوا بيسخروا منه الناس بيستهزئوا منه وهتلاقي حتى في الزمن الحالي لو ماما جاية تقولك وبتدعوك لكتاب ربك أو ابنك جاي يقولك هتلاقي ناس بتسخر وانت عملي فيها رسول هو أنت تلاقيهم بيسخروا الأية دي تلاقيها تنطبق عليهم بقوة وعاوز يرجع لإلهه كلمة إله في القرآن هو من أستمد منه المعلومات الدينية فأنت عاوز تستمد من مين فترجع لهذا الإله ويبدأ يسخر من أي حد بيرجعك لكتاب الله فالحالة دي بتتكرر يوميا في مختلف بقاع الأرض من كل الناس دايما أي حد بيتخذ القرآن منهج ويبدأ يوجه الناس لي يقابل بهذا النوع من الأشخاص اللي بيسخروا ويضتري أعمل لي فيها رسول وممكن يسخروا منه فانتبه من الحد دي لأن كذا حد قال لي كده من أهله من عيلته فانتبه إن ده طبيعي وأعرف كده وبهدوء لقيت هذا الهجوم وهذه السخرية خلاص أعرض براحتك ونفذ أمر ربك ومدخلش فيه صراعات تمانية وعشرين اتخاذ أعداء الله أولياء ودي حتة مهمة أوي 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 هقولكو عليها موقف حصل حتى معايا شخصيا ويمكن من الفترة دي والفترة جاية هبقى أبدأ أفسح عن بعض الأشياء كده وهغير استراتيجيزة ما قلت لكم وفيه إجراءات قوية جدا هتبقى مفاجئة للجميع إن أنا غيرت فيها السيستم بس فيه موضوعنا ماشي فيه دلوقتي وعندما يتم حسمه قضائيا سأعلن وهاخد إجراءات قوية جدا مع بعض الناس اللي تمادوا بصورة وصلت إلى حالة يعني صورة القضارة والتدخل في النيات بأسلوب سيء وبصورة دنيئة والتكتكة بأسلوب يعني شيطاني لاقتطاع بعض الكلمات لإثبات صور معينة فبعد مصاولات ومجولات أو صاولات وجولات وبعض النقاشات اتخفت قرارا من يومين ثلاثة باتخاذ بعض الإجراءات سأعدنا عنها قريبا إن شاء الله يعني ممكن إما على آخر رمضان أو بعد على طول بإذن الله هو فيكم بهذه الأشياء الجديدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل لسه نتكلم عن حالة الضلال عشان كده أركزوا معي أكتر حاجة بتجنن أتباع الموروث لما أجيب لهم آية قرآنية وأسقطها إسقاط حالي دلوقتي الموروث أشبع دماغهم وخلى كتاب الله شرحتها بالتفصيل في رواعي يوم القيامة خلى كتاب الله إما في الماضي أو في المستقبل إما ألف لهم حاجات تقول لهم لا أسباب النزول دي حاجات حصلت من زمان يعني الآي دي خلاص بقى ده بتتكلم عن الناس اللي فاتوا معايا أو بتتكلم عن الجي لكن دلوقتي انت لأ حلو كده فتلاقيهم بياخدوا الكلام ده على الرسل اللي ماتوا مش مدركين اللي بيحصل الآن لأي حد بيسلك سبل الرسل ويتخذ الرسل أسوة حسنة معايا وحتى يفضل التراث اسمها رسول ورسول الله خلاص كده بس في كتاب ربنا اسمها رسل الله اللي بيبدأ يرجع الناس لكتاب ربنا فبيبدأوا ياختخذوا الموضوع ده بيعملوا ايه بقى ودي أنا شفتها بعيني ممكن مثلا يكون حد عدو ليه دي شفتها في ثلاث أشخاص وفيها شخصية ثلاث أشخاص منهم واحد في الأردن الحبيب وكان حتى بيكلمني وهو مستغرب ومنهره بيحكي لي فأنا قلت له الآيات دي عشان أطمنه وإيه هدى يعني وحصلت أنا معايا شخصيا اللي حصل معايا حد بيني وبينه عداوة مشكلة من زمان والعدوة دي هو فيها أذاني أذية جمدة جدا وهو من العائلة وعمل قطيعة استمرت من لغاية نهار ده حاجة وعشرين سنة وهو بيتفاخر بيها حلو كده وهو من الأعداء وبعدين يعني هو عدو يعني فيه أشياء إيذاء كان يقصد يعمله بإيذاء من زمان من زمان حتى وأنا لسه في مرحلة الماجستير أو في نهاية الماجستير حاجة زي كده فده أنا أقصده أيام مشكلة المادية اللي كنت أحكيت لكم عليها دي إيذاء بين يعني فهو كان ماسك مخلي هذا الشخص عدو خدوا المفاجأة لما بدأت أكبر بتكلم عن المثال عني في الموقف ده وهتلاقوه حصل لكذا حد من اللي بيسمعني بدأت أكبر والحمد لله ربنا يمكنني في معلومات كتير بدأت أفيد الناس أكتر بدأ يحول هذا العداء للشكل الديني خلاص كده والاستغلال أكاذيب للشكل الديني والغريب إن في ناس تانية في العائلة ما كانش بتحب الشخص ده ولا بتعامل معاه حلو؟ بس الناس التانية دي بدأت تبقى عدو هي كمان فبدأوا العدو ده والعدو ده أي حد بيتكلم أن يرجع ناس كتاب ربنا بيتلاقيهم كلهم متجمعوا مع بعض وبقوا أولياء في الخباسة كده بينهم ومن بعض وبقوا ما شاء الله حبايب وبيتعاونوا على الإثم والعدوان اللي ربنا نرى عنه في القرآن إزاي بقى نعمل فضيحة إزاي نعمل كرسة إزاي نعمل ضغطة إزاي نعمل كذا فبدأوا يتعاونوا بهذه الصورة هم مش مدركين إن الآيات بتنطبق عليهم وعلى أمثالهم في أي حد إن تلاقي حد بيبقى بيعادي أي حد بيرجع لكتاب ربنا وهو يظنه أنه يحسن صنعة ويبدأ يغلي ويستخدم الغضب وسيلة ليه وتلاقي الكل واخد ولي وهب تلاقي اللي انكات بينهم وكلام في السر ربنا بيقول عنهم إيه بقى في القرآن تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منهم فقد ضل سواء السبيل عشان كده مهم جدا أنت بقى مركز جواك كده واسأل نفسك لأنه ممكن أي حد يكون بيعمل كده وشواخد باله اللي أنا متخذه ويعني خليل ده وفيه بينه وبد وبينه ود اللي بيعملوا ده بيرجع لكتاب ربنا واللي عمال يرجع لحاجات تانية وعايز يجبر الناس يمشوا ورا ناس تانية فهمت أسود إيه لأن أنا قلتلك قبل كده وبكررها كتير الدين هو النص فهم البشر للنص مش دين فإذا في بشر قال معلومات وهو عايز يجبرك تمشي وراهم وحتى المعلومة دي ممكن تكون دلوقتي يبين لنا ربنا أنها تخالف الكتاب بس هو عمال يجبرك تمشي ورا البشر دول إذن هو يعادي الله وبالتالي أنت هتعمل إيه أنت هتتخذوا عدوه ولا هتبقى بتبعد عنه ولا هتتخذوا وليه بقى ويلا انتكتكوا انخطط ودول بيستحقوا عذابوا وبتلاقي حتى سبحان الله هتلاقي باين عليهم المرض والمشاكل وغضب ربنا بيكون باين فيهم هتشوفوا كتير بصورة كبيرة عشان كده خلي بالكم بتلاقي اللي بيحصل كده عايش في فقر وعايش في زناءات مادية وعايش في ممكن أمراض جسدية وضيق وعصر في كل حتة ويقولون جايين له كده هو ربنا عايز لك كده ولما يشوف الناس اللي بيتبعوا كتاب ربنا عايشين في نعيم ربنا ممكنهم في الأرض عايشين في رزق عندهم قوة عندهم عزة عندهم انتشار يقول ده وهم وهم هو مين اللي هو موهوم يعني هم عايشين في كده أصلا فهو ده موهومين بكذا موهوم بكذا وهو بيتكلم من فقر ويظنوا أنه يحسن وصنعة فانتبهوا للحتة دي عشان يعني يمكن خلينا أقول بعض المساجات اللي جات الحلقة اللي فاتت توضح الناس اللي فيهم وصح اكتشفوا إيه يعني خلينا نشوف كده ممكن نبدأ دلوقتي نطلع تعليقين ثلاثة كده من التعليقات اللي جات على رسائل الفترة اللي فاتت بسم الله على اللايف اللي فات بكل أسف لم أحضر اللايف لكني حضرت التسجيل الله ينور عليك يا دكتور والله ينتناع من السماء ولأن ربنا بيحبنا أكرمنا بوجودك والله يا دكتور وكأني لسه لابسة نضارة بلون عاتم وبعد ما سمعتك حسيت الدنيا كلها بتنور وحتى الآيات ده اللي بقى العيز أنا جايب التالي عشان الحتة دي بقى حتى الآيات اللي حفظاها عن ظهر قلب بدأت أحس بنورها وعظمتها لأن بعض الناس للأسف وانده كان حصلي كمان لاني كنت حافظ نص القرآن حافظ عمالة سمع 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 بس لما بتتدبر بدأ التنور ده الهدى اللي بيحصل من علامات الهدى ان الآيات تنور فتوسلك للإيجابي لما توقف سبل الضلال لو ما وقفتش سبل الضلال الآيات نفسها هتوديك في حالة سيئة أو بصورة سيئة وهتخليك تستمر في السوق طيب ناخد كمان تعليق تاني أنا تزلزلت في اللايف الأول يخرب بيتي كنت بعمل ستاشر عمل بيبعدني عن الهداية وأنا بقول لماذا لم يتغير شيء في حياتي رغم كل الدورات اللي عملتها الله أكبر أكتفي بهذا القادر تعليق ده ممكن أخد تعليقين كمان بعد كده شوفوا بقى الحتة دي اللي بيسمع آيات الله منسطا بيبص الله 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 أنا بعمل ده أنا بعمل ده أنا بعمل ده فيحدد النقاط انت كده بدأت تعرف وتمسك الطريق بتاعتي تعرف إيه اللي معرقلك حياتك إيه اللي موقفك في حياتك إيه اللي مخليك مش بتهدى لأي نقطة في الصحة من نقطة النقطة في الفلوس من نقطة النقطة في السعادة من نقطة النقطة في العلاقات ما دي كلها يبقى تحت بند الهداية سامح الله من جعل كلمة هداية بس دينية يا في كل حاجة في الحياة الدنيا والآخرة وبالتالي من لم يهدى للصحة عنده مشكلة في الهداية من لم يهدى للمال عنده مشكلة في الهداية فلما تبص إيه اللي معرق من لم يهدى للفاهم والإدراك عنده مشكلة في الهداية اللي مستني ناس يجي تقول لي ما يعرفش يفكر لوحده وعايز يتبع عنده مشكلة في الهداية اللي عنده مشكلة في العلاقات مع النقاس عنده مشكلة في الهداية وصلت وبالتالي النقطة اللي عنده مشكلة في السيطرة على انفعاله والغضب بيكله عنده مشكلة في الهداية للسلام لم يهدى إلى السلام ويمكن ده من جنود الهدية نتكلم فيها بعد شوية في ناس نوع من يقول الهدية سبل السلام لم يهدى إليها فعيش ضع حربه ونار ويدخل أي مكان يشعل للدنيا نار ويعمل حريقة ويولع الدنيا وصلت ده في القرآن يسمى أبو لهم هو اللي بيشعل يحط المكان يشعل للدنيا ويولع الدنيا وبالتالي لم يهدى لحالة السلام لحالة السكينة فمهم تكونوا أخذ بالك من الحتة دي ده اللي بيستمع بيعترف وبيسقط ع نفسه ويقوم يطبق الجهة التانية بقى الله 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 أنا حتى حتى كادبها لي ده انت كفرتي المسلمين ده سيبك منه بقى ده حتى لما يبقى فيه ضلالك لو تلاقي التعميم اشتغل يعرف أنه هو للأسف هيفضل في مشاكل ولخبطة كتير إلى أن ينوي وياخد بالأسباب اللي هنتكلم فيها بقيها في الهداية ويوقف أسباب الضلال دي فخلت بلك من حتة دي 29 تخبيطا شوية معلش رغم 29 عشان كده خدتوا بالكم ان الحاجات دي كتير اتناقشت بعضها بقوة ومركز على بعضها قوي 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 التكرار بينبق على قوة وشدة الموضوع واخترته دلوقتي بقى الفايل ده بيلخصلكه انا كنت بعمل ايه الفترة اللي فاتت وبركزلكه كويس قوي وكتير جدا على حاجات معينة بعينها ليه يعني ده جهد حصيلة سنوات وتجربة ومشاكل ومرار عشته يعني انا عشت سنوات من المشاكل والقلم وعشت في فقر وعشت في معاناة وعشت في امراض للأسف شديد لاني كنت اظن ان انا احسن وصنعة ومن فضل لما طبقت كل الكلام ده بطرق معجزة لكل من يعرفني وكل من كان مقرب مني اتصدم من اللي حصل مش مصدق مش قادر يفهمها معايا ما هياش منطقية بالنسباله كانت نقلة نوعية رهيبة جدا من فضل الله فمهم تكون مركز بالك مركز من الحتة دي عشان بعض الناس للأسف لما يلاقوا تكرر لك انت بتكرر ليه طب على فكرة يلا حتة من الرسل اذا معلومة تكررت عليك كتير وقيلت امامك كتير فاعرف ان ربنا خلاك تسمعها كذا مرة لان في الغالب انت بتعملها وما بتوقفهاش ولازل تعمل تدور على الجديد اللي انت ظنم منك هو اللي يخرجك ودي ما وقفتهاش وما خاتش فيها اكشن ده متكرر عايز الجديد طالما تكررت عليك كتير اذا ربنا بعتلك رسل كذا مرة ان لم تنتبه بدأ تفعل استحقاق الجزاء في الحتة دي باللي عليك انتبه تسعة وعشرين شرك الشفاعة من اسباب الضلال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة ولقد جئتمونا ايه فرادا القرآن بيقول ان احنا فرادا هنرجع على ربنا وهنتحاسب فرادا ما فيش اي حد هيكون معانا لما ربنا يقول فرادا يا ما حدش هيخش يكون معاك انسى اي كذبة تنسك في الحتة دي خلاص ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم من شفاعائكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء خلي بالكم بقى ربنا بيقول ان اللي انت هتسميه شفيع انت بتشركه مع ربنا في الحساب كده بتشرك حد تاني مع ربنا في الحساب وهو اللي هيشفع ويعديك ان شاء الله فربنا سماها شرك خلاص وما نرى معكم من شفاعائكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لو جيت تبص على الآية دي بقى وتبص بصورة كبيرة جدا هتفاجأ مفاجأة رهيبة ان كل اتباع الرسل بلا استثناء دخل الشيطان عشان يخليهم يطلعوا بشر معينين يبقوا شركاء فمثلا اتباع سيدنا عيسى مجموعة منهم الشيطان اقنعهم ان عيسى اللي هيخلصك شفاعة بس باسم مختلف فعيسى اللي هيخلص وسموه المخلص فانت كده خليتوا الشريك مع ربنا ده مش شرك اكس مجموعة من الناس برضو تكلموا على عزير وقالوا ابن الله الشرك او كفر حتى خلاص فدخل في الحاجة دي والشركة اصلا نقع من الكفر فدخل في الحالة دي يعني اكشن وفعل من فعل الكفر الشرك خلاص كده الكفر كزا فعلة منهم اباقيات اللي هو في منهم الاشراك المهم فالنقطة المهمة ان انا استخدمت شفيع شريك مع ربنا تعالى بقى الامة الجميلة اتباع سيدنا محمد عليه السلام مش حتى واحد ولا اثنين لا ده تألف كمية كلام يلا لو عيل صغير مات هيبقى شفيع لو حدد قتل في سبيل الله هيبقى شفيع لو كذا هيبقى شفيع وقعدوا يحطوا شفعاء 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 وسيدنا محمد هيبقى شفيع وقعدوا يعملوا اكاذيب لن تجدها في القرآن نهائي كتاب ربنا اللي ربنا بيبقى للك بيالحق شفيع 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 لدرجة الناس بقوا موهمين وبقوا مضخمين الموضوع ومتكل على حتة الشفاعة وانا وضحتها بقوة في روائع يوم القيامة برنامج في رمضان اللي فات اسمعوه شفوه بروائع او كان قبل اللي فات على ما اظن او لا اللي فات فالنقطة المهمة انتبهم الحتة دي عشان الحتة دي خطيرة جدا 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 ربنا سمى اولا احنا هنروح فرادة وهنتحسب فرادة واللي انتو يا بشر بكل تياراتكو بكل ملالكم سمتوهم شفعاء مش موجودين معاكم وانتو تتخذتوهم شريك شريك مع ربنا الاية بتقول وما نرى معكم شفعاءكم والذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم انقطاع بينك وبينه معدوش موجودين وانت جاينا لواحدك يا جميل وقتتحاسب لوحدك فهتتصدم في الاخر صدمة عمرك الشيطان بقى عشان يبدأ يخوف الناس الله الله ده بيلغي الشفاعة براحتك انت حر حالو كده جاءك الهدى المعلومات وصلتك الاية وصلتك انت كده ما عادش عندك حجة تبدأ تتبع اساليب تانية فده بيضل وناس كتير ضلوا ده تم تأليف اكاذيب والله لو قاعدتوا تبحثوا الكلامة قبل كده فيه رائع من القيام رقم تلاتين من اسباب الضلال الغلو في الدين بكفر وركزوا كويس اوي في الايات دي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد اللي قال ان الله ثالث ثلاثة بالموضوع ده هتكلم فيه بالتفصيل لما اجي الموضوع لسيكولوجية الدين لان كلمة الذين قالوا مختلفة تماما عن كلمة الذين يقولون معناها اعمق بكتير قالوا بيتكلم عن الماضي خلاص مش هنفصل فيها دلوقتي عشان موضوع ما يطلعش بره يعني ولكن هنتكلم فيها بتفصيل كبير لما اتكلم فيه سيكولوجية الدين ان شاء الله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد اذا انت جواك تعتقد ان ربنا في ثلاثة والله واحد منهم دي مصيبة فانتبه من هذا الفكر الضال هيضلك ويخلي حياتك تضل وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق فالغلو معناه بعمل مغالاة غير الحق فده يعتبر كفر خلاص كده لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل ضلوا من قبل شوف بقى بيتكلم عن ضلوا من قبل عشان كده لقد كفر الذين قالوا معايا اللي قالوها اللي بدعوها أول مرة وعملوا الكذبة دي في المجتمع والأسف فيه ناس بيرددوها كثير بجهل وهم مش عارفين خلاص عشان كده ركز دقة الكلام الذين قالوا اللي قالوا وطلعوها وبدعوها دول كفره وما كانوا عارفين لأن كلمة كفر أصلا معناها أن أنا عارف الحق وكفرته مش معناها بردده عشان كده ما قالش لدينا يا قولون خلاص المهم وبالتالي نقطة الخطيرة جدا إيه بقى إن اللي بيغلو في الدين يسيب كلام ربنا ويسيب الكتاب اللي ربنا نزله ويبدأ يحط حاجات غلو ومش موجودة فيه ده مشكلة كبيرة جدا عند ربنا وبانت في باند تاني قبل كده من بنود الضلال فانتبهوا بالله عليكم رقم واحد وثلاثين قتل الأولاد سفها بغير علم بصوا بعد كلمة قتل مش مش عايزة أطول فيها قوي بس كلمة قتل في القرآن المقصود بيها إنهاء شيء خلاص فانت لما تبص في السياق ليه كذا إسقاط هو بينهي إيه فلو أنا النهاردة بتكلم إنه واحد ركزه كده واحد جاي يتكلم قمت بسكته كده أنهيت كلامه اسمها بألفاظ القرآن قتلته خلاص إن أنا نفسي عما لا تخدني للسيئات وتخدني للسوء وتجرفني في الأشياء السيئة و أنا أنهى النفس عن الهوى اسمها قتل النفس خلاص كده عشان كده الآية الكريمة لما سيدنا موسى كان بيكلم بني إسرائيل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم مش معناها موت نفسك مش انتحر يعني وبعض ناسة أسف خضوة بمعنى ده مش فاهمين يعني مش فاهمين اللي مش فاهم الكتاب ككل ياخدوا الآيات كلها عشان يفهم المتشابه ده بالآيات المحكمة ربنا حرم قتل نفسي بغير حق خلاص شكرا ده القتل بغير حق معي اللي هو إزهاق النفس وحتى كمان أن أنا أضغط نفسي وأكتمها بغير حق في بعض الناس بيكتموا النفس في أشياء تانية سيئة ويمنع الحق خلاص فكلمة قتل مهمة تكون فاهمة إنها معناها الإنهاء بيبدأ بإنهاء الكلام وفي النص إنهاء النفس وفي الآخر إنهاء الحياة فكلمة قتل كلمة كبيرة وشملة مهم الواعي يبدأ ينظر لها بهذا المعنى فقتل الأولاد للأسف ما فيش حد مجنون بيجي قتل ابنه يعني وبعض أرائد علماء زمان لما كانوا بيتكلموا على قتل الأولاد هو ربنا حتى في القرآن بيقول قتل الأولاد ما قالش قتل البنات العرب بعضهم كانوا بيوئدوا البنات خلاص كده فبعض المفسرين خدوا قتل الأولاد على معنى وقد البنات خلاص تمشي مش مشكلة لكن لا يمنع المعنى الأخطر قتل الأولاد وده اللي حصل في تاريخ أمتنا كلها أي حد هينوي يركزه في دقة وخطورة كلامي أي حد هينوي يسلك مسلك إبراهيم حنيفا الأب هيقتله ما لم يكن الأب بيتبعه هو كماملة إبراهيم هيوقفه هيبعيز يسيطر عليه هيبعيز يوقفه ينهي يوقف كلامه وهيبدأ يجيش الجيوش لإيقاف هذا الشيء لقتل الأولاد خلاص عشان كده تلاقي دايما آيات إبراهيم وهتيب بعد شوية ما نتكلم فيها دايما اللي بيتبنى ملة إبراهيم تلاقي كل كلامه مع الأب إيه اللي بتعملوه ده يا بابا بتعمل كذا والأب عاوز يقتله بمعنى منعه بمعنى إيقافه إسكاته وصلت كده بصوا باعة الآيات دي قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم سفها بغير علم بيتكلم عندوش علم وبيسفه وبيبدأ يقتل يعني أذكر مرة قصة حصلت أمامي ما بين أب وابنه والأب ده يعني بينتفخ أوجة أوداجه كده ويقعد يسخر وألفاظه للأسف سيئة جدا 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 وبيشتم وبيهزق وبيقول كلام بيتعمد فيه استخدام عبارات تحقيرية لهذا الابن بطريقة غريبة جدا بالنسبة لي فالأب مسك ابنه ابنه كان يعني سمع الموضوع بتاعه التسبيح وسابحة والكلام ده فبيقولها فالأب دخل عليه وبدأ يهزق فيه ويا جاهل يا أبو شخة يا ما عرفش مين وعبارات من اللي انتم عارفينها دي السيئة فيه حد يقول سباحة وسبحان من جذر ساباحة فيه حد يعمل كده يا جاهل ياللي مش فاهم لغة عربية يا متخلف يا كذا 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 سباحة من جذر ساباحة خلاص فالأبن بصله كده فالأبن بصله كده وقال له يا بابا يعني انت على الملأ ده اللي بيتقال ده فضيحة كبرى يعني ده انت كده ما تعرفش يعني ايه كلمة جذرة أصلا سباحة من جذر ساباحة وسبحانة من جذر ساباحة برضو ويسبحونه وتسبيحهم من جذر ساباحة برضو هو انت ما تعرفش يا بابا ان فعل وتفعل وفعل وفعال واستفعال ومفاعل كل دول من جذر فعالة يعني فعالة بشدة العين من جذر فعالة برضو جذرها فعالة مش جذرها فا ع ع لا انت كده يا بابا للأسف معلوماتك عن اللوعة عربية حتى مش وصلة انك مش عارف تفرق ما بين عدد حروف الكلمة وجذر الكلمة فايه يا بابا اللي انت بتعمله ده وبين مناسبة لو رجعت حتى وتبينت من علمائنا القدامى انا قاعد يقول ايه سبها معناها نزها يا فهشي يا معرفش ايه قاله بابا بس بالراحة لو رجعت عالمانا القدامى هتفهم هم ليه جابوا كلمة نزها لان هم ارجعوا كلمة سبحانه وسبحة الى جذرها سا با حا فاللي بيسبح بيبتعد فهما قالوا يعني انا هبعد الله يعني سبح الله يعني هبعده يعني ايه فقالوا اه اذا هي ابعاد كل سوء وكل نقيصة عن الله يعني اجعل هذه اشياء تسبح بعيدا يعني عن الله فطالما انا بخليها تبعد تسبح بعيدا فده معناه ان سبحة معناها نزها وصلت وقصص كتير بجئة جدا بتجيلي ده ده كموقف شاهدته بنفسي يعني لكن قصص كتير بتيجي بقى ااباء بيقتلوا اولادهم ويمنعهم ويقفل موبايلات ويحبسوا في البيت هو ده قتل الاولاد بغير علم سفهم بغير علم وبالتالي اول ما يبدأ الابن يفكر وعاوز يتخذ منهج ابراهيم حنيفا بيدخل الشيطان جري لمين اللي عنده باور في العيلة ومين اقل حد جهل علما حد لا بيدرس ولا فاهم ولا حتى قاعد يدرس يشوف اقل حد علما ويقوم مسخانه عليه ويدخل بقى خوفه واسم دي ايه الحق هيخرب الدين هيق يقوم الاب يهيج ويتنرفز ويقوم هب عامل القوة دي دايما بيحصل كده وتحصل مع الام لو واخد حالة كلمة اب في القرآن غير الوالد كلمة اب معناها هو اللي كان ماسك البيت او ماسك العيلة او ماسك المصاريف الاب ماسك الحقوق يعني زي كلمة رب في الدولة رب الدولة او رب البيت الاب الماسك الحالة دي هو اللي بيكون اللي معا الباور فهو اللي بيكون بقوة هو اللي بيغلق حتى لو كان تحته ذكر او انتا خلاص وقد يكون كلمة الاب دي الجد قد يكون كلمة الاب دي يعني يا ابتي في سيدنا ابراهيم كان جده يعني كان ابو ابو حتى مش الوالد بقى معايا وبالتالي نقطة الخطيرة جدا إننا الحالة دي بتحصل لما الشخص يبدأ يكون هو مسيطر فقد يكون الوالد أب وقد يكون الخال أب وقد يكون حد متبني شخص أب وقد يكون الأنثى اللي ما عندهاش راجل وهي اللي قايمة بدور الأب هي في الحالة دي تنطبق عليها الآية بتاعة أب فكلمة أب بيكلم عن صفة مش بيكلم عن جنس ولا عن خلفة معايا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وركز بقى معايا وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين عشان كده طبيعي جدا لما حاجة ربنا رزقنا بيها اسمها الصيام وبنت تروح تقول لباباها لأ دي أنا هصوم لأن ربنا مش علىنا الصيام وده شيء جميل وهصوم وانا حتى حائط بلاش الكذبة اللي انتو حرمتوها دي يقوم الأب والأم يقتلوها بمعنى منعها وبيحرموا الصيام وده خير وطبعا قلتلكم في فيل سيقولش الصيام كذبة من قال أن صيام الحائط حرام هذه جملة تاني كذبة وافترى على الله الكذب وعلى رسوله الكذب من قال أن صيام الحائط حرام لا يوجد نص واحد لا في القرآن ولا في الحديث بيودح بيقول أن صيام الحائط حرام حلو كده لو أخذت من باب المريض فمريض ينفع تصوم برضو وأن تصوموا خيرا لكم مين قالنا حرام عشان كشوف دقة الألفاظ القرآنية بتحرموا الرزق افتراءا على الله وحاجات كتير بقى تلاقي دايما لما الأب أو الأم بقى يقتلوا أولادهم بيكونوا بيستخدموا شيء تاني والإبن عايز يكون حنيفا وده بيقتلوا وعايز يحرم حاجات ربنا دهالنا زي بيحرموا أنك تبدأ تتدبر بيحرموه عليك وده رزق بيفتحها بيفتحها للمخ لا أنت مين أنت التفاقشل ارجع لي كذا ويحرموا التفكر ويحرموا أنك تقول رأيك بيحرموا رزق ربنا وضعوا في الأرض وللأسف هم يظنون أنهم يحسنون صنعة فده من باب الضلال واللي بيحصل كده بص على حياته يعني لو فيه أب بيعمل كده وأم تزعيش مني والله بقول هالك بحب بصي على حياتك والله هتلاقي حياتك فيها أمراض واتلاقي حياتك فيها مشاكل وتلاقي فيها حياتك زناءات مادية وأشياء نفسية كتير فصدقيني وقف يلي بتعمليه ده أو وقف يا أب اللي بتعمله ده لأن ده مصيبة كبيرة جدا وده يوم القيامة قد تكون صدمة عمرك وقد جاءك الكلام من كتاب ربنا دلوقتي هنتابق إليه 32 النفور والاستهزاء ممن يعيد الناس للقرآن وده حتى غاية في الخطورة وده من أسباب الضلال وبتضيع عن الناس حقوقها في الحياة وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً خلي بالكو أنا وضحت لكم مرة اللي فاتت اللي مؤمن بالآخرة بجد أعماله هتبين هي مش مجرد أنه عارف في ناس عارفين أن فيه آخرة بس ده مش إيمان لسه الموضوع ده نفسي بحت اللي مؤمن أن فيه يوم آخر مستحيل ياخد مذكرات ناس ثانية مستحيل يزاكن ومذكرات بشر أرجع للكتاب الأول أفهمه ده اللي هتحاسب به في الآخرة مش هرجع مذكرات متلخبطة ومتغيرين وكتاب كبير وكتاب قليل وكتاب ناقص وكتاب زايد لأ أنا هرجع لكتاب ربنا الأول فلما أسستم عقلي عليه وأسستم مخي عليه أرجع بقى أبص على كتب السابقين أخد الإيجابي منها ورمي السلبي اللي مش مؤمن بالآخرة لا بيتلاقيه ركز معايا سايب الكتاب وبيعمله كارثة اسمها هفهم الكتاب بفهم السابقين يعني هرجع من مذكرات الآخرين ودخل الشيطان خرب في مذكرات الآخرين هو ما يعرفش أصلا الحاجات دي جاية منين والناس اللي هو بيتابعهم دول ماتوا ما يعرفش عنهم حاجة لا يعرفوا يهدوا ولا يدفعوا ولا يبين لك وانت عندك نص والله انت ما تعرف تتأكد إن فعلا فلان فلاني اللي اسم مكتوب على الكتاب هو اللي كتبه أنا بحلف بالله ده في قنابل اكتشفتها لما عرفت الموضوع ده في كتب بين إيدينا الآن منسوبة لناس رائعين والله هذا الشخص ما يعرفش عن الكتاب ده الموضوع أكبر مما تتخيله بعد سلسلة بحث مكثفة والناس بيجروا وبيجروا ورا مذكرات الآخرين لأنه مش واخد باله من الآخرة ومش منتبه لها فكذا بقى تاني كده وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورة هو اللي عايز يرجع لمساكنات الآخرين مش هيفهمك هتقعد تتكلم وتنفسك كل مرة بتعدله وتلاقيه بعد كده فاهم تاني خالص بيفهم من حتة تانية يا جمي والله ما أصد كذا ده كذا كذا حجابا مستور مش هيفهم هو مش هيدرك أصلا هو حط في دماغه معنى مش هيفهم غيره يا حبيبي والله ما أصد كذا يا أستاذ والله هو ما فيش في حجاب مستور بينك وبينه كده مش هيدرك اللي بتقوله فيش طان ده كفر ده بيلغي السنة ده بيكفر بالآخر بيعملي يا عمي يا عمي اهدأ اسمعني ما فيش في حجاب مستور بينك وبينه تعرف ان ده استحقق ضلاله عشان يروح في الآخرى في نرجع هنا لما موقفش الضلال ده ويبدأ ينتبه خلي بالكم في الحتة دي تكملت الآيات وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا لا أنا عايز حاجة تانية مع القرآن القرآن وحده ده لا انت جننت فيه ايه بينفر وبيينق ترجع ترجع الناس تكتب ربنا بس لا ده مصيبة شهودة تاخدوا هو المعيار عشان تشوف أي كلام جاي من برة ترجعوا للكتاب لا 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 ينفر منك ويبقى مدهي منك نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوة إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا هيطلعوا بقى على أي حد بيرجع الناس لكتاب ربنا إنه مسحور وإنه بيتعامل بالسحر وإنه دجال وكل مسميات كلمة سحر أو مسحور اللي كان بتتقال زمان بقى بالمعاني الدرجة الحالية عشان كده ده من أزاب الضلال لما يبدأ وإن شاء الله رحمان إن شاء الله الفترة دي ممكن من فضل الله علماء كتير بقوا رائعين في هذا الزمن بيرجعوا الناس لكتاب ربنا اتفرجوا هتلاقوا كل حد بيرجع الناس لكتاب ربنا وكل حد بيذكر الله في القرآن وحدة اللي بيولوا نفورا بيتهموهم ويتلاقيهم ماشيين ويظنوا أنهم يحسنون صنعا والشيطان عميهم بقى شوي يسميهم قرآنيين شوي يسميهم كذا وبالتالي هم أناس بيخلوا منهجهم كتاب ربنا يمسكون بالكتاب لأن ده اللي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبعدين بقى أرجع أبص على أي حاجة تانية أخدها ده المعيار بتاعي أي اتهامات بقى كاذبة ده اتهامات بيستخدموها عشان ينفروا الناس منهم حلو؟ حتى أذكر مرة يمكن دي حاجة حاصل معي حتى اللي أنت قرآني وطي عم أرجع حتى اللي فاتي كلها أتحداك إن لم تجد حاجات أنا بقولها خليها من أحاديث نبوي قرآني مين يا أبو قرآني؟ بطل الشيطان يبقى عميقه كده فيه إيه؟ فيه إيه؟ المهم ودي ينتبه منها دي حتة خطيرة قوي بيعمي منها الشيطان بقوة اللي هو يبدأ ده أمر قرآني ربنا قاله وأجلب عليهم بخيلك يجعلك تتخيل حاجات ويعيش في الخيال بقى معايا ويجلب عليهم بخيلك وتلاقش طن معامي كده وقاعد على دماغه وتلاقيه هو عايش في وادي والكلام في وادي تاني لأنه بقى فيه حجاب بينك وبينهم إن لم يؤمنوا بالآخرة ويدرك أن أنا يوم القيامة يا إما أكون يوم القيامة أقتى كتاب ربنا بيميني أو أخدت الكتاب بالشمال أنا أرى بعد بحث طويل وربنا يحسبني على الكلمة دي من يأتي كتابه بيمينه هو اللي بيتدبر وبيتفكر ويعمل عقله ويحط الآيات كلها يعمل فيها ترتيل عشان يدرك المعاني ويطبق له فهمه ويسيب اللي مش فهمه ويسمع آراء ناس كتير ويستفتي قلبه ويتبين ده أخذ الكتاب بيمينه أخذ الكتاب بشماله معناها أبص على الآية أشوف السابقين قالوا إيه أو مواخد كلامهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبونا ما وجدنا عليه آباءنا تعالوا شوف ده قال إيه وتوهم إن ده بيقول لي ربنا يقصوا ديه وهم واخد كلامه لا أنت تسمع من كل الناس وترجع أنت هتتحسب لوحدك وتاخد الكتاب تاخده بيمينك ولا بشمالك أنت حر وهيبان النتائج في الدنيا عشان كده هم تعمدوا في الموروث ينزعوا نتائج الدنيا من المعادلة عشان يتويهوا الناس ويخلوهم يضلوا نتائج الدنيا بتبين لك أنت ماشي صح ولا لا فيهم تقصوا ديه ركزوا كده أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا والخزي من وجهة نظري معناها أنك تبتعد عن تحقيق الأهداف تخزى في أي شيء أنت عايزه أي حاجة أنت عايزها يجيلك خزي فيها عايز فروسي يجيلك خزي عايز نصري يجيلك خزي عايز تبقى معروف يجيلك خزي عايز تبقى عندك صحة وسعادة يجيلك خزي ففي الدنيا دي النتائج اللي بتحصل وانت لك القرار رقم تلاتة وتلاتين طاعت أكثر من في الأرض وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ربنا سبحانه تعالى أعلم بالمهتدين وأعلم من اللي بيضل أنت ملكش دعوة دورك أنك تتبع اللي بيحصل إيه بقى ركزوا كده في كل آيات القرآن الكثرة دائما سيئة أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يؤمنون أكثرهم فاسقين وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا هم بسم الله نسيت الآية وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم كافرون وهم مشركون خليه أتأكد بسم الله الرحمن الرحيم المهم كنت أقول هربت أشكر الأخ اللي نبه لي بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فرح هم قالفين بقى كلام كتير في الموروث إن الناس الصحة هم المجتمعين وعملوا خدعة اسمها الإجماع وعملوا كذا كذا وخلوا الإجماع ده تشريع من برود التشريع عشان يخلوا الإجماع ند لله الله المشرع فبقى الإجماع وسيلة تشريع في الدين مع الله سبحانه وتعالى وقلفوا حاجات كتير فيها اتكلمت عنها بالتفصيل في سلسلة ملفات على زمان في قناة أكاديمية عمارة في حلقات ملفات الأولى والتانية برنامج اسكان اسمه ملفات عملته من زمان قوي برجع أوله كلمت بالتفصيل في موضوع الإجماع ده والخدع اللي عملها الشيطان عشان يطلع حاجة تبقى بالطيع أكثر من في الأرض عشان كده في مقولة رائعة كان بيقولها أحد الصالحين أنا لا أذكر الآن مين هو رب اجعلني من عبادك القليل وعلى ما أذكر سيدنا علي كان بيقول لا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه عشان هيجينا سيقولك هو أنت الوحدة كل كده وكله غلط يعني هو أنت دايما هيتقالك الجملة دي هو أنت بس الفت اللي فائل وده كده لا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه هنتبه منها كويس قوي الحتة دي وحتى ربنا حتى في القرآن قال أكثرهم للحق كارهون بيقبوا من دايقين وجواهم غل ما بيحبوش الحق زي حتى كنت بقولها دايما من ضمن الأكاديب قالك ايه ما حدش بيزعم الحق لا يا حبيبي ده كذبة اللي بيقول ما حدش بيزعم الحق واللي يقول الحق ما بيزعلش لا يا باشا أنت كده بتكذب آيات القرآن آيات القرآن بتقول الحق بيزعل الحق اللي بجد بيزعل ناس كتير قوي وبيزعل أكتر الناس اللي بيتقل في الحلقة دي يعني بحسب ما هداني الله ووعي الحالي ده شيء من الحق اللي ربنا قاله في الكتاب بيزعل ناس كتير قوي 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 الحق اللي بجد بيزعل وصلت لا بقولك ما تتكلمش سلبي على حد ما تغتابش حد ما تنمش على حد ده حق بيزعل ازاي واسيب الضال واسيب فار ده الحق وهل يكوبوا الناس في النار على وجوههم إلى حصائد وقلسنتهم ده الحق وشوف قلسنتك بتعمل ايه اربعة وثلاثين وده يعني قربنا خلاص من نقاط الضلال شو بقى كم نقطة بتسبب ضلال في ناس كتير جدا ما يعرفوش عنها حاجة وفي الموروث يعني انا مش عارف بالمعلومات اللي عندي ما حدش تكلم فيها بالمنظر ده قد يكون حد انا بصراحة ما عنديش معلومة فيها اربعة وثلاثين تسوية بعض الناس بالله في التشريع ان انا اسوي بعض الناس وخليهم ند مع ربنا زي ربنا في التشريع خلاص رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق عافية الدعاء ده حلو انا بحب اقوله بقوله كتير وربنا كنت بقوله زمان وربنا سبحانه وتعالى يعني استجابي هذا الدعاء رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي انه كان واغفر لأبي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون خلي بالكم بعض الناس فاكرين انه اللي هعبده ده هو هو شكل حجر صنم للأسف الآيات القرآنية كتير بتشير الى ان اللي بنعبدهم بشر عشان كده حتى ربنا بيقول هل ينصرونكم او ينتصرون لان اللي انتو بتعبدوهم دول ممكن يكونوا معاكم في النار وازلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا في ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين شوف في ناس كنا مسويينهم ربنا هيشفعوا بقى وبناخد منهم الدين وبنفهم الدين منهم وبنفهم مراد ربنا منهم سويناهم بربنا وبناخد تشريع منهم لا اي حد يجي يقول لك كلام ديني اذا ما جاب لكش كلام ربنا ورجعك لله انت كده بتسويه والمفروض تسمعه ويديك الادلة بتاعته ولو ما اقنعكش سيبه وروح لغيره واسمع لثالث ورابع وخامس واسمع لكذا رأيه وإيه لكم بتسويه برب العالمين لما تخليه مشرع معايا قالوا وهم فيها يختصمون طالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم خلي بالكم ركزوا في الحتة لهؤلاء الخطيرة دي فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين مؤمنين يعني ايه الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ربنا سبحانه وتعالى وضح بنود الايمان في كتابه العزيز خلاص كده والايمان طبعا بقدر الله فالنقطة المهمة ان دي اللي هيبقى الشخص عاوز بعد كده يرجع عشان يؤمن تاني في بعض الناس للأسف لا يؤمنوا بالكتاب الله وسووا بشر فتسيب كتاب ربنا وتروح للبشر دي يقولك ربنا يقصو دي لأ انت سمع من هؤلاء البشر اللي هوما زميلك في الامتحان قدام ربنا سبحانه وتعالى وبص لاجتهاداتهم واعمل عقلك ممكن تطلع معنى اعلى ممكن حد يديك اجتهاده وبعاكيات تلاقيه لأ ده الدخط تطلع اجتهاد اعلى منه وممكن حد تلاقيه اجتهاده رائع جدا ماشاء الله وممكن حاجة تلاقيه اكس معايا مفيش حاجة اسمها ده اللي ربنا يقصده وصلت كده عشان كده بقول دايما من اكبر البدع الناس اللي بتحب بقى تمسك كلمة بدع 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 اهو اكبر البدع لان المعنى الاصلي لكلمة بدع هو ما نبتدع شيء في الدين مش في اي حاجة ما البدع البدع ما الموبايلات بدع ما الانترنت بدع الكاميرا دي بدع ده اي بدع من الابداع يعني لكن في الدين هي دي المصيبة فاللي بدع في الدين هو اللي ام جاي عام الكتاب وام سميه تفسير القرآن دي بدعة المشكلة انه بيقنع الناس ان هذا هو مراد الله دي اكبر بدعة حصلت لا ده رأيه هو حتى لو جيدوا تقروا بقى اللي بيبحث ويقرأ هيقولك فيها اقوال قال فلان وقال الضحاك وقال قتادة وقال مجاهد آراء علماء حد بيعمل عقله بيتدبر ويقول رأيه مش ده مراد الله وصلت فالخطورة اللي حصلت عندما تم تقديم هذه الاشياء على ان هو ده مراد الله فسوناهم بربنا وهي دي المشكلة فاللي بيسوي بعض الناس بالله ويقفل دماغه بيبقى من اسباب الضلال فانتبهوا بالله هي عليكم 35 اتباع الامم الاولى والتكذيب بآيات الله اتباع الامم الاولى معايا اتباع الايه الامم الاولى خدوها قعدة بعد بحث مطول اكتشفته واعلنها على الملأ وعلى استعداد تام لبلاقات الله سبحانه وتعالى بها فردا او وحيدا يوم القيامة بمفرد يعني اول ما يبدأ الشيطان اللعب في ابعاد الناس عن المنهج الاصلي الذي جاء به رسل الله هو اللعب في الامة الاولى ويبدأ يطلع اكاذيب منسوبة للامة الاولى ويبدأ يبقى فيه قصص القصة تاخد الناس بعيدا عن كتاب الله فيصدقوها لانها كتفي الامة الاولى دول اكتر ناس بيطبقوا فدايما تبقى حذر اذا جاءك اي معلومة من الامة الاولى اول امة بعد وفاة موسى انتبه منها لان هي اللي بيها تم بيها التحريفات وخروج الاشياء التانية وخروج ما يسمى التلمود والكلام ده لابعاد الناس عن التوراة واول ما رفع عيسى عشان كده ربنا حتى قال وما قتلوه وما صلبوه في ناس اقتنعوا انه تصلب وفي ناس اقلوا انه تقتل لكذب هو لم يقتل ولم يصل ولكن شبها لهم معايا الامة الاولى اللي في الاول بقى اللي بدأت تحط حاجات تانية نسبت وتحطت جوه مع الانجيل ده حصل فيه تلاعب والامة الاولى لاتبع محمد اتعمل اشياء وتعمل حاجات وتعمل كتب انتبه جدا القنابل الموقوطة دائما في نصوص الامم الاولى هعيد الجملة تاني القنابل الموقوطة دائما في نصوص الامم الاولى فتخلي كتاب ربك قدامك وتمسك كتب الامم الاولى وترجع لكتاب ربك ما يخالف كتاب ربك اكس وانتحاطت رجل على رجل لان المشكلة اللي بتحصل فيه اتباع الامة واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها بيتابعوا الامة الاولى فيبدأ الضلال ينهار لغاية متى الامة اتدمرت بعد كده وهم كلامهم كله كل كلامهم مش كلام ربنا كلام الامم قال الشيخ فلان وقال الامام فلان وقال العلام فلان وكل كلامهم بلا استثناء لو بتسمع كلامهم كده تلاقي 90% من كلامهم كلام من الامم الاولى وكلام قليل من كلام ربنا والله في بعض الناس ما بسمع حتى كلام ربنا بيتابعوا في ناس من اول الجملة الاخيرها ما بيقولش اي واحدة كله كلام من الامم الاولى مش معنا كان انه غلط لكن لازم تكون حذر لان كونه من الامة الاولى بيعميك في عقلك عن التفكر يخليك تخاف ده ده اللي كان في الاول ممكن يغلط اه بقى اللي يخليك في عقلك تقدس حد انه ما يغلطش اقلق منه ده من اسباب الضلال القوية في العقل فانتبه فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم الله الله ده حتى ربنا مسمي الملايكة رسولنا اهو ما هو مش الملايكة ربنا بيبعتهم يتوفوا فاسمهم رسل فاللي بيقول خاتم المرسلين بيكذب بالآية دي فانتبهوا بالله عليكم الآية دي تكذب اللي بيقول سيدنا محمد خاتم النبيين خاتم المرسلين تكذب بكتاب ربنا فانتبهوا بالمرسلين طول الوقت منتشرين وبيجوا من الملايكة ومن البشر ومن الظروف ومن الأحداث فانتبهوا بالله عليكم جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها مشين وراء بعض بيتبعوا قوم تبع ما بيشغلوش عقلهم حتى إذا اتداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتحوا لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ربنا بيتكلم في الآية دي على الدنيا اللي كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لما بيدعي لا تفتح له أبواب السماء ومش يعيش الجنة حتى لو الجمل دخل في سم الخياط ربنا بيتكلم عن الدنيا هنا في الآية دي ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون آيات واضحة بتتكلم عن إزاي أن الإنسان لما يبقى بيتبع الأمم الأولى هيجوا في النار كلهم بيبدأوا يتكذبوا بعض ويتهموا بعض وهيبدأ دا هم يا رب هتلهم عزاب أكبر لهم أضلونا فبالله عليكم انتبهوا واحذروا من ما يتصدر إليك من الأمم الأولى أنا شفت بعين حد بيقول لي أنا المفروض أشتم ليه؟ من الصحابة فلان كان بيشتم نعم يا أخويا دا المفروض أعمل كذا ليه؟ أصلي فنا فيه إيه يا عم؟ فيه إيه يا عم؟ انت إيش ضمنك إن القصة دي جات لك حقيقية أصلا عشان كده بقرر تاني المعيار بتاعي كتاب الله مش المعيار تطبيق بشر من الأمم الأولى في ناس أخدوا تطبيق بشر من الأمم الأولى وهذا التطبيق يخالف كتاب الله فلأنه من الأمم الأولى مشى على كتاب الله مش العكس ركزوا في دقة كلامي الموضوع أخطر مما تتخيل وعلماءنا اللي بيسمعوني يا ربي يستفيدوا منها إن شاء الله أن فيه ناس بعتولي حتى فيه أحد رجال الدين أو علماء الدين الأجلاء اجتهد أنه يتصل بي وقعد يشكرني من قلبه في تليفون أنا أشكره من قلبي وربنا يجعل كل أيامه جنات ونعيبها على الدوام ويا رب إن شاء الله تبقى حياتك كلها جنة ورائعة وسعادة بإذن الله ويعني يفتحها ليك كما فتحتها علي يعني أسعدتني بهذه المكالمة الجميلة لست رواخد تريبا حوالي تلت ساعة أو حياتك بسم الله الرحمن الرحيم ستة وتلاتين اتباع السادة والكبراء إحنا لسه في النقطة أو في النقاط اللي بتخليك تضل خلي بالك مهمة أمحدد كل الأشياء السيئة دي عشان تبقى واضحة بالنسبة لك عشان ننتقل بعد كده وإحنا بنشتغل في الهداية بقى في الأسباب بتاعة الهداية إنك توقف ده وتعمل العملي لأنك لو بتعمل أشياء الهداية أو حتى بتاخد كورسات أو بتعرف معلومات وإنت عامل دول صدقني الموضوع أكبر مما تخيل وأصارحكم منقول إن لما اكتشفت ده دي الحتة الوحيدة اللي بتخليني أقوم سايب علم النفس ودخل في الجزء الديني لأن اكتشفت إن حتى كل معلومات الحياة عمرها ما هتتزبط إلا ما تزبط الشق ده وده كانت من ضمن الاكتشافات الرهيبة المزهلة في حياتي ستة تلاتين اتباع السادة والكبراء يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم عذابا سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما خلي بلك الآية دي بالذات وخصوصا لما بدأت انتبه لمعناها كان عندي تصور قيلة ليه وكنت عايش به إن الآية بتتكلم عن الكفار مش إحنا خالص الكفار لأنه هم كانوا مصدرين كده بقى إن الكفار اللي هو أي حد غيري يعني اللي بيقرأ خلقان ربنا ومن المسلمين للأسف اتبرمج في عقله إن لما تيجي آيات كده انت مش منهم تزال فل لكن لما بدأ يحصل لي أشياء سيئة وانا ببحث موضوع الاستحقاق وبدأت أقول ليكون كفروا هنا في القرآن بتتكلم كفر بقى أي بند لما تيجي كلمة كفر لوحدها إذن ممكن تكون مجتملة أي بند من البنود كفر بقى آيات ربنا كفر بالجن بالملائكة وكفر بالرسل كفر بالكتب كفر باليجوم الآخر معايا فشامل أي بند من البنود دي يعني مثلا كفر بالرسل في الغالة نهار ده ناس بيكفروا بالرسل ما فيش رسل بيديجي ويقولي خلاص لا ربنا هيبعت لك بس دول وقت ففي ناس كفرين بالموضوع ده برحته هو حر فهيجيله أشياء سيئة يعني النقطة الخطيرة إنك لو أنت فعلا عاوز تبقى عايش في المضمون أو في الأقمن ما تبقى مركز عشان في الآخر لو أنت مؤمن باليوم الآخر وعارف إن فيه نار ما فيهاش رجوع طب ما يا عم ما ممكن تطلع صح إنه ممكن يطلع معنى إن أي حد جايلي بيرجعني لكتاب ربنا وبينبهني ليه هو في الموقف ده مش كشخص بقى في الحالة دي ده رسول من الله طب ما كده لو أخدتها بنتبه بعد كده أول ما قدامي حد يدكر آية من الآيات ربنا هركز وأبدأ أسمع طب خلي بقى عشان ما تبقاش مخضوب بقى طب ما اقتنعتش حقك ما ممكن يكون المعنى اللي تقدم لك مش معنى حقيقة لما قال الآية هو رسول شرح لك معناها فكر وتبين ما بين لكش مش شغلك يا ما تتبعش انتبه عشان دي حيطة خطيرة الآية وهو يعني مثلا لو حد بيقول لك آية قرآنية وبعد دقيقة في دقيقة وفي النص دقيقة اللي بعدها شرح لك الشرح بتاعها فالدقيقة اللي فيها الآية هو رسول وهو بيشرح ده رأيه فصل بس بين الاتنين دول وصلت كده مش لازم شرحه يكون صح ممكن يبقى غلط ممكن يبقى يكتهد وأخطأ بس انتبه ان الآية لازم تجي لك ارجع بقى ركز معايا دورك دلوقتي تمسك الآية وتشوف كل علماء قالوا عنها ايه وتجيب أخرها لأن ربنا أراد يوصلها لك وراها ان هتأخرها ركز في دقة كلامة اللي يهديك ربنا بعث لك رسول بالآية دي اسمع بقى الرأي اللي وقالوا فيها ورأي حد تاني ورأي حد تالت ورأي حد من السابقين ورأي حد من الحديثين لأن الآية دي معناها ان ربنا يريد يوصلها لك وراها ان خاصة بك انت فانتبه بالله عليك مجتما ماشي تسمع في الراديو يعني اذكر من ضمن النقلات الرهيبة اللي في حياتي اللي حصلت ويا كذا مرة حصل لي نقلات كل مرة اذكر منها واحدة منهم يعني ان كنت قاعد في وسط الألم والمعاناة فالراديو كان شغال جدتي كان شغال الله ارحمها فلاقيت الآية اللي بتقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم الآية لما نورت كأن جهاز الراديو وإثاعة القرآن الكريم بالقاهرة كترسول بالنسبة لي اللحظة دي لما نورت في ذهني ربنا بيقول لي حاجة بالآية دي ده معناها ان أنا لا يمكن ربنا يجيب لي بلاء سيء ولا بلاء وحش إلا ما كنا عملت حاجة ذلك بأن الله لم يكن ودي كبداية نسفي لأكبر كذبة في الموروث في الموروث الإسلامي نور مربنا بيبتليك عشان يختبرك وبيبتليك عشان يرفعك درجاته والكلام اللي قالوه ده للأسف الله يسمحهم وأنا متكلم عنه بالتفصيل فيه سيكولوجيا اسمها سيكولوجيا اللي ابتلاء سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين الانخداع بتزيين العمل السيء خلي بالكو بقى مين اللي يقول على عمل ما سيء أو حسن الحتة دي دقيقة جدا فبالله عليكم أعيروني انتباهكم جده كان دائما يقول كده أعيروني انتباهكم والله يرحمه في فيديو يقوليها هنشروا قريبا ان شاء الله موضوع كده هيبقى فيه حاجة متعلقة بجده و يعني يمكن بهمها هزبط ذكر جده من ضمن الحاجات اللي كانت ده أنا بحكي موقف شخصي دلوقتي بعض الناس اللي كانوا بيهجموني في بعض الناس استخدم اسم جده للأسف سيء جده اللي أرحمه و نشر كذبة كده وده جده كان مقطع و بقاله عشر سنين و وهي كذبة ما أنزل الله بها من سلطان فأنا حتى كنت بقول اللي كنت بتنقش معه بقوله والله سبحان الله كل تفاصيل الحياة بتؤكد لي آيات ربنا بتصرخ بآيات ربنا بتصرخ بأن هذا الكتاب ينطق بالحق فأنا أمتقيله مستحيل جده يعني كان بيتعامل معي وكنا بندحك مع بعض لغاية آخر يوم في عمره فأمقيل لي هتثبتها إزاي جدك مات وأنت مبتسم وداحك وتذكرت إن ربنا سبحانه وتعالى خلاني أسجل فيديو مع جدي قبل ما يموت بسبع تمن شهور تقريبا وكنا وكنا بنتكلم فيديو نصرة لأي موقف يتم استخدام فيه اسم جدي الحبيب كادما فإن شاء الله إنصح الشباب فرحوه موجه نصيحة ليه الأول المهم فهزيع الفيديو كله الله يرحمه كان عنده في التوقيت ده 94 أو 95 سنة الله يرحمه ليه بقول الجملة دي بقى إن السيء هو اللي ربنا ذكره في القرآن سوء مش اللي انت فكره سيء العمل اللي فيه سوء تجاه آخرين أو تجاه نفسك وربنا ذكره في القرآن بالنهي نهى الناس إنهم يعملون فربنا نهى مسها عن الغيبة فده عمل سيء خلاص زين له سوء عمل معناها إيه إن العمل السيء ده ييجي الشيطان يركب لك شفت بقى قوة كلمة والتفكير يرمي لك وسوسة بفكرة تزين لك هذا العمل وتقول لك ده دفاع عن الله هو أنا ينفع أدافة عن الله بشيء ما نهي عنه في الدين هو أنا ينفع أدافة عن الحق بباطل هو أنا ينفع أدافة عن المعروف بمنكر ركزوا بقى الحجة الكاذبة اللي بباطل ما سقول لك الأمر بمعروف هو أنا ينفع أأمر بالمعروف بشيء أنكره الله في كتابه ينفع أو معروف بإكبار بإكره بإكبار فالشيطان بيعمل وعي مختلفة ودي لك عشان ما تهجمش أي حد خالص أي حد أي أن كان أقعد هجمه لأن أنت ممكن تبقى كده وأنا كنت كده في يوم الأيام وممكن أبقى كده دلوقتي وممكن أبقى كده بعد كده كمان أنتبه بالله عليكم في مراحل الوعي في قصة بناقولها حتى في علم النفس للشباب كتفسير تدرج الوعي يعني لو أنا النهاردة في ابتدائي حلو كده وخدها قعدة كل ما تدرج العلم كل ما الهرم بدأ يقل لغاية القمة فالقاع دايما مزدحم الأكثرية دايما على خطأ ان تطع أكثر من في الأرض يضلوك لو ما بيدرسوش ما بيتعلموش ما بيعرفوش وكل ما يتعلم علم يعلم فعلم أكبر يقل أكثر يقل لقل لغاية ما يبقى اللي عنده علوم كتير وعنده وعي وعنده عمق الفئة قليلة وفي الغالب الناس اللي في القاعب يهجموهم حلو كده فلو مثال ابتدائي إعدادي ثانوي جمعة ماجستير دكتوراه دكتورات تانية بروفيسور معايا هتلاقي بيقلوا بيقلوا عددهم بيقل فاللي في ابتدائي عددهم أكبر بكتير من اللي في الجامعة واللي في الجامعة عددهم أكبر من اللي معاهم ماجستير أو معاهم دكتوراه أقل وهكذا فبصوا بقى في القاعدة دي لو جبنا الناس بتوعب تدائي لسه بيتعلموا الجامعة والطرح والقسمة وكده فبنعلمهم نقول لهم يا حبيبي ثلاثة ناقص خمسة ماينفعش ليه حبيبي يا جميل لأن الثلاثة صغيرة وخمسة كبيرة ينفع يبقى معاك ثلاثة تفاحات ناخد منهم خمسة لا فيبدأ يتعلم فيبدأ فرحام بقى وبعندهم معلومات جديدة يخلص ابتدائي يبقى الفئة لفزدائي كتير يطلع للمتوسط او الاعدادي الفئة بتقل شوي معايا ففي الاعدادي بيبدأ ياخد ان في حاجة اسمها سالب وموجب خلاص على ما قسكوا بقى الاعدادي بيقولها في المدارس ولا بقيت في السدب مش عارش المهمة قول الاعدادي في الغالب في الاعدادي بيديه السالب وموجب المهم ما لم يتم تغيير بقى في المناهج بس المهمة درجة اعلى يعني درس سالب وموجب فيبدأ يدرس ان تلاتة ناقص ستة او ناقص خمسة ينفع ما كذا ما تنفعش ده الوعي القديم دلوقتي ينفع لان في عندك وعي زيادة اسمه سالب وموجب فتلاتة ناقص خمسة سالب اتنين ودي عملية حسابية صحيحة وليها حلول وليها معادلات وليها معلومات علمية دقيقة خلاص لكن بتوعب تدائي ما يعرفوش حاجة عن المعلومة دي يقوم حد معادي يسمع حد من بتوع اعدادي بيتكلم ان تلاتة ناقص خمسة ينفع يقول اضال المدل الغبي اللي مش فاهم الزنديق اللي معرفش كذا 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 المتعالم ده حتى ما عندوش مخ هو في حاجة اسمها تلاتة ناقص خمسة ينفع يا جاهل يا جهول يا مجهل يا تتتت معايا يا تتتت يا ضال يا مدل هو ينفع اجيب تلات تفاحات اخذ منهم خمسة فاللي بيعملوا كده تعرف ان دي اشارات الجهل فيش عالم على وجه الارض بيعمل كده لان خلي بالكو بقى العالم الحق ودي حتى لما سمعت الفيديو النهاردة لقيت جده قالها اقتبسها منه وقال انها مقولة للإمام الشافعي قال كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي كنا بناخدها زمان بقى ان الناس في الاول اول ما تاخد معلومات يظن هو بقى العلامة العليم يبدأ وبعدين بقى لما ياخد شوية معلومات يبقى عنده العلامة العليم يبدأ يمسك الناس ويقطع في فروتهم ويقعد بقى يشبع اجوا بانه يقعد يقص أصلهم حاجات ويبين ناس انه عالم بقى بانه بيطلع أخطاهم يظنوا ان العلم خلاص نزيل فل لما العلم بيعلى يبدأ يدرك ان لأ ده في حاجات انا اعرفها وفي حاجات كتير ما اعرفهاش يبدأ يتعمق اكتر واكتر واكتر يدرك ان العلم ايه وانا ايه ده كل اللي عدي ده ما يسواش نقطة في بحر العلم فساعتها بتلاقيه لا يتدخل في نية حد لا يحقر من حد يختلف مع حد ويقدم الفكر بتاعه لانه عارف انه وانا بقى قدمه ممكن يطلع انا اللي غلط رأيي صواب يحتمله الخطأ ورأيي غيري خطأ يحتمله الصواب فتلاقيه وبيتناقش بيتناقش بكلام علمي بكلام جميل عشان كده تلاقيه لو بيكلم عالم الكلام بيكون كلام هادي جميل راقي بيقدم فكر وفكر لو بيقدم لو بيكلم جاهل تلاقي الجاهل بيشتم والجاهل بيهزق ويغضب ويتنرفز لانه جاهل لانه جاهل فيقعد يشتم ويزعق ويغلي ويزبد بجاهله وبالتالي لا يمكن العالم يعمل كده بتلاقيه لانه جاهل هو يظن انا للصحة مية في المية لغني انا انا اللي ملكت العلم وهذا الصح يسول لي الشيطان به ان اهاجم غيري فيم تقصوا دي فعني اذكر مرة وانت بتتنقش مع احد الاحبة من العائلة المخالفين فدخلت عليه بقول له السلام عليكم انا بصلك السلام على ما تبع الهدى طب انا الحمد لله انا الحمد لله مش بكفرك رغم ان انا شايفك غلطان انت كفرتني ومش عايد ستقوله عليكم السلام ده ربنا يكون فعون البشر من هذا الفكر الغريب يعني انا اهو شايف بقوة ان ما تفعله خطأ ولكن حاطت احتماليا ان انا اللي اكون غلطان انت اوهمك الشيطان ان انت اللي صح وده اللي غلط وخرج من الملة ده مصيبة سؤدة يا دي بقى الكارسة اللي بيوقع فيها الشيطان البشر انه يخليه حط حكم وده كارسة الاحكام فيبدأ بعد الحكم يجعله يفعل كل موبقات القرآن وكل نواهي القرآن تحت بسبب او تحت مبرر هذا الحكم اللي هو حط فكاد حتى انا ساعتها بصت واتحكت وممتقى الجملة كده قلت ربنا يهديك ويهديني وصدقني لو ربنا هدك في يوم الايام هتكتشف ان انت في عروضة خلط كبير جدا 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 فانا مقدر اللي انت فيه لوقتي لكن في يوم الايام المبالي ربنا ربنا يهديك هتزعل من نفسك قوي قوي على اللي انت بتعمله ده والحالة دي على فكرة مر بيها ناس كتير وانا مرد بيها زمان وكذا حد عرفهم مروا بيها حدة نشيطانية يخدني كمانا فعشان كده ما تبقاش تعمل اشياء سيئة كتير عشان ما تعليش استحقاخك في السوق كتير اكتم الشيطان وقرأ اكتر وادرس اكتر ووعى تحكم على حد اوعى عشان كده ارجع بقى لو بتعمل كده ارجع لأسباب عدم الهداية لانك لو بتعملهم والله ما هتهدى والدنيه هتبوز معك جدا تاني بصورة قوية افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون يعني ربنا بيقول اللي بيتبع كتاب الحق لما تلاقي حد بيعمل عمل سيء وهو يظن انه يحسن صنع فلا تذهب نفسك عليهم حسرات والله عليم ان الله عليم بما يصنعون ليه ربنا قال كده لان انا موقفه وغير موقف ركز معاي كده انا لو انا شفته بيعمل سوء ويظن انه يحسن صنع انا ممكن بانا الغلطان فلو خدت اكشن وهو عند ربنا صح جزاءه هيبقى علي عنيف وصلت لاني بقيت بحارب كده حد صح وبحارب اللي بيتكلم كلام ربنا فلو انا انسان يخاف الاخرة ومؤمن بالاخرة انا ممكن اطلعنا الغلط فانا هقول انا شايف ان انتوا غلط والصح داي كذا 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 والله عليم بما تصنعون وهو لو هو كمان شايفني غلط مهم يعمل كده لان ممكن يبقى هو اللي غلط وانا اللي صح فيقوم داخل الشيطان بقى لا ولقد صدق عليهم ابليس عارف صدق معناها ايه على فكرة انا يعني كل شو هيقول كان لازم احط الخطة صح عشان اعمل برنامج رمضان السنة دي عشان موضوع الشيطان ده موضوع كبير لكن عشان اعمله صح يلا مش هينفق بقى رمضان ده عارف لما تروح على شهادة انت معاك شهادة وتروح تصدقها خلاص حتى بيسموك قسمة تصديقات انت اكدت عليها فيقوم داخل الشيطان يقوم ايلك ده ضال مضل ويقوم جاي ابليس ولقد صدق عليهم ابليس وطنه فاتبعوه وتبدأ تتعامل على ان انت الصح وهو الغلط وتبدأ تعمل موبقات هنا الخطورة هنا بداية ضمار حياتك في الدنيا قبل الاخرة فانتبهوا بالله عليكم تمانية وثلاثين الاسراف والريبة وتبدأ بقى تشك في الناس وترتاب ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا وهلك دي كنت بتنخش فيها مع حد قلت ان كلمة هلك في القرآن اتقالت على رسول بعض الناس في الموروث ما بيقولوش هلك الا على الطغاة او ما بيقولوش مات لانهم مفكرين وبرمجوهم ان هلك معناها شيء سيء وحش لكن لفظة قرآنية قيلت على سيدنا يوسف ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وجبار زي كفار بيجبر الناس وصلب بقى عايز يجبر الناس ومتكبر تيجي تنصحه يقولك ده أنا علمك وعلم أسد زيتك فده متكبر جبار يعني مستمر في الإجبار بيستخدم التهديد عشان يجبرك توقف ويجبرك تعمل اللي هو عايزه ويجبرك تتبع الرأي بتاعه فجبار فربنا بيطبع القلب ده عشان كده اللي بيعد يجبر الناس مصيبته مصيبة فهو مصرف الآن ومرتاب ويستخدم سلوك الإجبار والسيطرة زي ما قلناها في ملة يهود فانتبهوا منها بالله عليكم جعل أنداد أو جعل أنداد لله رقم 39 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزروا زرات وزر أخرى الآية دي بيكفر بيها من يتبع ملة يهود بالإجبار والسيطرة ما يبصوا هتلاقي القرآن كله كتاب متكامل يقولك لا لازم أكبره أصل ربنا هيا حسبني ما انت كفرت بالآية كتا عشان الموروث وهتلاقيه مقلف لك نص مش هيجيب لآية قرآنية هلازم هيجيب لك نص الموروث اللي موديهم في دهية نصوص الموروث المخالفة لكتاب الله هعيد الجملة تاني اللي مودي الناس دي في دهية نصوص الموروث المخالفة لكتاب الله فربنا بيقوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تؤمنوا وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيل الله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار جعل لله ند أحيانا بعض الناس لما يحصلهم مشاكل لما يحصلهم ظروف تريد إيه بدأ يرجع لكتاب ربنا ويرجع لربنا ويبدأ يناجي ربنا ومع ربنا على طول وبعدين لما تبدأ الدنيا يتحلو معاه يبدأ ياخد أنداد تاني يدخلهم مع ربنا ويستمد معلوماته كمسلمات لأنه من حق إنه أنا أقرأ أشوف آراء واستخدم عقلي عشان تأكد أنها ماشية مع كتاب الله ومع منهج ربنا لكن في حد بيجعل مع الله ند لدرجة إنه بيقولك إن ديه زي ديه وديه هي ديه وديه يعني لا تطاق يعني لا يمكن تبقى درجة أهل من ديه هم الاتنين زي بعض فكده جعلهم ند وهمش ياخد بالهم حلو كده وجعلوا لله أندادا ليضل عن سبيله عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما من يحذر الآخرة ده اللي مؤمن بالآخرة بكده بقى ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة هتبقى حياتهم فيها حسن وأشياء حسنة ويعيشوا الحسن وهياخدوا الحسنيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فعلامة إنك ماشي صح؟ إنك تاخد إحسان من كل شيء إحسان في الشكل إحسان في الهيئة إحسان في المال وaineين بالرزق إحسان في التيسير في التمكين والقوة في الأرض والعلاقات والابداع والقدرة على الإقناع وعلى العلاقات حتى لو علاقتك مع الزوجة مع المقربين مع الناس اللي بتعامل معهم في شغلك إحسان في كل شيء هتلاقي كل حاجة حسنة معايا واللي ماشي غلط بيوهموا الشيطان في الأشياء السيئة قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين اللي يعني إيه مخلصا له الدين يعني هخلص الدين من كل الشوائب إلا ما قاله الله ثم أبدأ أرجع أشوف اجتهادات السابقين لأرى ما يتوافق فيها مع هذا فأنا كده أبقى أخلص الدين مش وأخد كله كده لأ كله التراثة أكل اللمة أي حاجة من التراثة تمسك بيها وتشدد بيها وخلاص ده من أسباب ضيق الرزق وعدم الهداية معايا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين والناس اللي بيأخدين كورس القوانين الاستحقاق الأسبوع بتاع نعم العبد العمل اللي فيه بقوة هيساعدك في دين إن شاء الله وأمرت لأن أكون أول المسلمين أول حد هسلم لله أول حد ممكن أنسف غبار الموروث وكسر اللي أنا باني عليه ده خلي بالكم أول المسلمين الشيطان بيعمل خدعة في الحتة دي بعض الناس لما يبدأوا يتفكروا بيلقي لما يشغل عقله بيلقي الكلام منطقي والكلام يدخل الدماغ لكنه مش واخد باله دي من سميها الإيجو الديني إن أنا كياني أنا أرى إن أنا المنظومة الدينية اللي كنت فاهمها فاللي بياخدوا معلومات بعيدة عن كتاب الله بيبقوا بيعملوا حاجات كتير ملهاش علاقة بكتاب الله وغيروا مذكورة في كتاب الله وعشان كده قلتلكم دول الأخسرين أعمالا خلاص اعمل الأول اللي في كتاب الله يعني اللي مؤمن باليوم الآخر مش هياخد من كتب الموروث والمذكرات السابقين ويقعد يعمل حاجات كتير وفي حاجات في الكتاب ما بيعملهاش وصلت اللي بيؤمن باليوم الآخر طب أنا هاخد المضمون اللي في الكتاب وعمله وابدأ أشتغل عليه الأول بدقة وبعدين أبص على الموروث أخد منه فأنا بقيت مخي لأن متساستم صح هقدر أعرف الصحة من الغلط فأنا ماشي على أرض صلبة عامل أعمدة صلبة ممسك بالكتاب اللي بياخد من الموروث إيه اللي بيحصل ركز معايا بيحصل له خدعة نفسية خطيرة هشرحها لكم لأنها تشوفوها ممكن تكون حصلت لكم أو حصلت لأهليكم بيبقى المنظومة الفكرية الأرض اللي هو قف عليها أعمال هو بيعملها ومتخضر أنها زي الفل يبدأ يفكر ويبدأ يستمع لبعض الناس ويشوف تدبراتهم في ليه الله 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 يعني عايز تقول إن ده كله غلط فيحس إن الأرض اللي حواليه بتتزلزل ويخش الشيطان بسرعة أوب 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 إلحق إيه هيخربوا الدينة ده أنت كنت هتصدق يوم ملبس له بسرعة ومعي إيشه في غضب ومعي إيشه في غضب ويفضل يخليه كل ما ييجي كلامها يا ستاة التفكير يخليه يخضب 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 ولا يفكر تاني فيبدأ يخضب 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 ويعمل سيئات ويعمل حكم عشان يضل 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 لأنه كان قرب كان على تكة كان قرب يتزلزل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها تتحدث الأخبار جلها طبعا أنا بتكلم عن الإسقاط الدنياوي مش عن الأخروي بتكلم عن إسقاط النفسي حتى دلوقتي وبالتالي الأرض الصلبة اللي أنت واخدها لما تتزلزل يومئذ يصدر الناس أشتاة فيروا أعمالا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ده كان خير وانا وقفته من زمان ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ينهر زي بعضه ده كل اللي كنت بعمله كان ضلال لما يحصل لك الزلزال من حلقات سركوليتي وحلقات تانية هتبدأ ترى كل أعمالك قدامك بعد هذا الزلزال والدنيا هتبان فالشيطان عارف ده فهو عشان يخليك ما تعملش ده أول ما تبدأ تفكر يوم بوك بسرعة داخل 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 يعميك بالتفكير والسيء والدخول في النيات وتكفير الناس ويخليك في غل ويخليك في حقد وتسخر منه وتتريق عليه وتتهمه بالضلال عشان يعميك فإذا كنت وقعت في ده كابن كأب كأم كأي شخص انتبه من الحتة دي بالله عليك أو يبدأ يرهبك ويخوفك وتنفر بسرعة لأن طبيعي لما يكون حد بيعمل أعمال مش واخدها من الكتاب بيبقى فيه دين موازي فيحس ان الدين بينهار دين موازي أصلا أعمال حسرات يعني لو جبنا الآية كده ركزوا فيها بالرحة بهدوء كده تاني من أولها بسم الله الرحمن الرحيم بصوا كده قل هل ننبئكم ده نبوءة ده إنباء بالأخسرين أعمالا اللي هم أكتر الناس أعمالهم خسران مبين إيه هو بقى أو إيه هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا زي ما نحل الفاتت السعي بتاعهم ضل مش سعيد عمل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنة أي أعمال فيها تكذيب لآيات الله وبرمجة سابليمينلي من غير وعي لإن الكتاب ناقص وإن الكتاب الأعمال فيه مش مبينة ويوهموا الناس كده إنه مش مبينة ولما جيت تقوله كتاب مبين تلاقيه يتنرفز ويتدايق معايا ربنا اللي قال معايا وما استخدموا إن الكتاب عام مجمل معايا عكس كفر وبقيات الله تقوله الكتاب مفصل يعني أنا عشان آمنت بإن الكتاب اللي هو مفصل كنت متأكد إن كلمة كفار معناها اللي بيكفر الناس وكفور معناها كثير الكفر دي هشوفنا جبارة هو بيجبر الناس معايا وبالتالي انتمهم الحتة دي كل متكبر جبار يعني بيكبر الناس عشان كده أقول لكم اللي هيرجع بقى لشاكوجود القرآن وإن شاء الله لما يكملها أكثر المرة الجهة بإذن الله هيبقى واضح جدا ما تمشيش اللغة العربية على القرآن القرآن مشيه على اللغة العربية ومشي العكس معايا تبتقدس مين وبتقله مين الله هيديك المهم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين أول المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني الله أعبد أنا بعبد الله معايا فاعبدوا ما شئتم من دونه بصوا كده من دونه معناها إيه الله دونه يعني حد أقل وأول درجة أقل من الله بشر أو ممكن بعضنا يشوفون ملايكة أو بعضنا يشوفون جن ما بحسش في ترتيبهم يعني بس أنا الوعي الحالي عندي من البشر ترتيبهم هم الأعلى خلاص دونه ففي ناس بيعبدوا بشر وبيعبدوا أي كتابات جاية لا فكر برضو إيه وعا؟ لو خدت الكلام من غير ما تفكر فيه من أي بشري أنت كده اسمك عبدته وما اللي عبدته معناها إيه؟ خلاص ما هو عبدت الشيطان معناها إيه؟ بتاخذ اللي بيشيطان بيقوله لك ما دي عبدته مش معناها تواف تصليله يعني معايا فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ذلك ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرة فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ خلي بالك أفأنت تنقذ من في النار؟ هتخذها على الإسقاط الدنيوي الناس اللي عاشوا النار وعاشوا الجحيم هتعرف تخرجهم منها ده استحقاق من ربنا والآية دي فدتني جدا في الجلسات الناس اللي عايشين جحيم وعايشين ألم بدأت لما أدركت قوانين الاستحقاق بيت بعرف أخليهم يعملوا حاجات الأول عشان تقدر الجلسة تفيدهم لأنه لو هو مستحق النار والعذاب والله لو ألف متخصص في أي شيء ما يارف يفيده الموضوع ده كان زلزال بالنسبة لي ما اكتشفت الموضوع ده كنت بضيع وقته وفي ناس بعمل وحفظل أحاول معهم يميني وشماء فيه إيه؟ مفيش عشان كده الناس دول لما ياخدوا معلومات ما بيلاقوش نتائج يقوم وترعيني هجمه ما أنت مش مستحق أصلا فأنت شوف الاستفاد أهل الذكر سمعه مش اللي راح تطبقه ملاقاش نتيجة توقيت سمعه هو ممكن يكون ضل وعمل مصائب وصلت كده وبيرووجه جدا كتير جدا كده وحنا حتى خدناها في علم نفس زمان من سمين والحال الاعتدالي أي معلومة في الدنيا هتلاقي فيه يعني 12.5% بيطبقوها أروع ما يكون و12.5% مفيش أي فايدة بل أسوأ مما خدوها و75% نص نص هتاخد معلوماتك من مين من اللي تطبقه وقال لها النتيج ولا بقول لك أنا جربت أنا إيش نتيجة ما ممكن يكون مياه حاجات مش محتاجة ما خدش هدى انت بتستخي معلوماتك من مين بتغميل مين ودنك وصلت فدي نوتر 359 نخلي ند مع الله سبحانه وتعالى في معلوماتي في حياتي كلها فأي شيء أربعين الإجرام والمكر وضيق الصدر في مواجهة آيات الله دي حتة نفسية خطيرة وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرة مجرميها ليمكروا فيها والإجرام ابحثوا عن آيات الإجرام أي لأن الإجرام لسلكيات اللي بيصخر من الناس ده سلكيات مجرمين اللي بيقولها إن هؤلاء اللي ضلون إن الذين أجرموا وكانوا من الذين آمنوا ويضحكون وبيتهمهم بالضلال دي سلكيات مجرمين فالمجرمين دول دايما بيمكروا وفي كل قرية كلمة قرية في القرآن معناها منظومة عقلية يعني العائلات قرية الطائرات الدينية قرية فلو خدنا كمان قرية إنها عائلات ففي كل عائلة في مجرمين انتبهم الحتة دي كويس أوي 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 المجرم قاعد يتكتك وهتلاقيه بيتهم حد بالضلال وبيتهمه بالفسق وعمال يتهمه بإنه ضايع ويسخر منه ويدحك عليه وعمال يتكتكله فربنا بيقول بقى إيه وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرة مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لنؤمن قالوا لنؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته ركز معايا بقى أي الآية دي بتؤكد لك بدقة على الفرق ما بين رسل الله في دماغهم ورسل الله اللي في القرآن المجرمين دايما رسل الله عندهم اللي بيجي بمعجزات اللي جاي بخوارق اللي جاي بحاجات كده من الحاجات اللي قاعدوا يهولوها يعني في حاجات حقيقية وفي حاجات هولت وفي حاجات كذبت ونسبت زورا للرسل عشان يبقى فيها تهويلات فالمجرمين دايما عندهم كلمة رسول إن ده المقدس اللي بيعمل معجزات كبيرة واللي ممكن يحرك الأرض ويشق الأمر والكلام ده كله فهم ده تفسرهم على الرسل لكن الله سبحانه وتعالى ممكن يبعث لك الآية في لسان ابنك الصغير أو طفل أو بنتك أو عامل بسيط بينظف وبيمسح لك حتى عربيتك الله أعلم حيث يجعله رسالته هتجي لك عن طريق مين ممكن عن طريق مرض ربنا قدره يوصلها لك إزاي فركز في الآية دي كده بقى وإذا جاءتهم آية الآية جات لك اللي جابها لك اسمه عند ربنا رسول آية كان هو مين ماما بابا آية كان وصلت كده اللي جاب طالما الآية القرآنية اللي وصلها لك هو ربنا بيقول لك الآن هو رسول قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما قدره أنت عم تعملي فيها كذا كذا وريني كذا يبدأ بقى يضخم 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 ويبدأ يعمل ولو حتى حد مثلا دي حتى سمعتها من بعض الناس في الجلسات كان متقلم قوي بيحكي فهو بدأ يكتشف أن فيه أخطاء بتتعامل فبدأ يراجع عشان يتدبر وسمع مفهوم التقوى أنا أتكلم عن التقوى بقوة يعني في الكورسات وأخوة يمكن في كمان كورس القوية من الاستحقاق بتفصيل كمان في أسبوع كامل فلن أنا أقصده لما بدأ يطبق فبيقول لأهله بقى أنا دلوقتي عايز أطبق وربنا طرح ما إحنا لسه في مشاكل إذن اسمنا عند ربنا مش متقين ركزوا معايا بقى وما يتقي الله يجعل له مخرجا فلو في مرض لازم يجيلك مخرج لو ما جاش مخرج يبقى لسه ما اتقتش لو في مشاكل ما ديها لو في كذا إذن ما اسمكش متقين فأنا عايز أطبق يقوم الباشا الكبير اللي في المنكان بقى أو أي إن كان هو مين ربنا يسميه بياسلك سلوكيات المجرمين يعني يقوم يقول له طب وريني يعني ما انت اتقته هو فين طب معرف يعني إحنا لسه بنطبق إحنا لسه بنسمي في إيه إنت عايزني أأتيك بما جاء به الرسل بسرعة وإحنا لسه بنسمي في الأول طب أنا بطبق أهو عايز تستنى لما تيجي نتائج أوكي براحتك بقى بالعكس لما تيجي نتائج هيتتموك برضو إنك عايش في الوهم والفلوس والأسور والنعيم اللي عندك ده كزمة هم الشيطان لما يعمي بيعمي وصلت كده لما بيعمي بيعمي مش حتى وإنت لسه ما حققتش أو حققت اللي اتعامى اتعامى فاللي بيجي له آية أو حد بيبعث له ربنا بيبعث له نص قرآني على لسان أي حد ربنا أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون والله العظيم بيدخل الشيطان يعزبهم عذاب وبيعيشوا ألم وآلام نفسية رهيبة ويدخل الشيطان ساعات يخلين عمره ضعوة حياتي اتدمرت وابني ويقعد عايشين في ألم يضيكت من ضعوة كان بيصارة ما شوفنا يا كمان انتم في ايه اللي بتعملوش نفسكم ده في ايه وعايشين في نار وعايشين في وجع وعذاب أليم بسبب اللي بيتعامل ده حلو كده وهم برضو كل ده ولذا بيتعامى موروس هو ده ربنا كاتبهول يا عم اللي انت بتعمله جايب لك كلام ده مفيش خلاص فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وما يرد اه بلغوني ان خلاص دخل الليله دخل الليله وذهب نهاره طيب حاضر ديني حاجة أفطر فيها معا بسم الله بعض الناس بتقولي احنا طبعا عشان للسوديو انا عزله عزل كامل فاحنا بنسمعش الأذان ما يصعش يقص بره خلاص انا في موطقة انا فيش اي ولا حتى عربية ولا اي حاجة عشان نبقى اذنية ما يحصرش تأسيد من الصوت وبعض الناس بيقولوا احنا بسم الله الرحيم احنا اه بنشوفك المغرب يأذن انا تقومش تصلي المغرب فلما اتكلم ان شاء الله عن سيكولوجيز الصلاة بإذن الرحمن اوضح الصورة دي ده الموضوع كبير وموضوع قوي يعني ولكن المفاجأة اللي ما حدش عرفها من اللي بيسأله السؤال ده ان في رأي كبير قوي لتراثنا الجميل بيقول وعلى مقنى الكبار حتى كما بيعملوه في كذا دولة ان يكون في مجلس علم بتتكلم خلني اخلص بيعملوه بسم الله ترجمة نانسي قنقر احيي كل الناس اللي معنا على اللايف دلوقتي ربنا باركشيكو يا رب ويجعل كل ايامكم جنات ونعيم على الدوام واللي بيسمعنا وهو بيفطر واللي سابنا وراح يفطر وهيرجع يكمل يسمع تاني التسجيل على الانستجرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرجع بسم الله اه انا افتكرتكن انا ابتكرتكن باكلم عن الصلاة صح فبقول بقى ان في المورثنا الجميل كان بيقال ان لما يكون في درس علمي وجا وقت مسلا صلاة المغرب والعشاء تحديدا بالذات ان عادي ده من الرخص انك تأجل المغرب للعشاء وتصليها جمع تأخير لأن ده حاجة مش يومية يعني مش بتعملها كل يومية حاجة ندرة عشان تقوم حافظ على المكان وقت الناس والكلام ده فده حتى رأي من الآراء المعتبرة في تراثنا الجميل يعني حتى مش رأي جديد فإذا أنت ليس تعرفش ده اعتبرها من الرأي ده لغاية لما أتكلم أكتر بوضوح في اللايفات اللي جاية إن شاء الله أو لما أتكلم عن موضوع الصلاة بإذن الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام تلاقيه لما بيسمع حد بيكلمه بآيات الله تلاقيه عايز يسمع عايز يفهم بيسمع القول ويعتبع أحسنها يسمع بهدوء ولو لأ رأي مخالف لأ الحتة دي أنا موافق عليها ودي أنا مخالف لأ بص أنا مش مقتنع بديه ويبدأ يطبق لو وقتنع به اللي مش مقتنع به روح يشوف علماء تانية قاله إيه ويبدأ يفكر ده اللي ربنا بيشرح صدره للإسلام وهم سلم مش حاطة أحكام مش حاطة قناعات مش عايش في وهم في دماغه خدوا المفاجأة بقى وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَضُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجِّسَ عَلَى الَّذِينَ لَيُؤْمِنُونَ تلاقيه أول ما يسمع حد هيتكلم عنك لا ما عايز غير موضوع وتلاقي ضق صدره كده وبقى متدايق وبقى مخنوق خلي بالكوا بقى ضق صدره انا بتكلم على الجزء النفسي الاسقدة مذهل هركزوا معايا بالله عليكم ضق صدره يبدأ يتدايق يبدأ خلاص 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 وعايز يوقف وعايز يقتل الكلمة يعني وعايز خلاص 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 الموضوع مش عايز يسمع غير اللي انا اقوله بس هنتكلم لكن غيره لا وهتعود الكلمة هتركعني بقى هديك صدره مش عايز يفهم مش عايز يسمع حلو كده المفاجأة ان انا شفت بعيني والله العظيم وكانت ايات من ايات الله ان كان حد بيعمل كده وضاق صدره وضاق صدره لدرجة ان فعلا بقى مفيش نفس كأنما يصعدوا في السماء ودخل عينها مركزة فعليا وكانت بالنسبة لي صدمة لما شفت حده قدامي كده وكان بيعمل كده كتير ولما قعدت تتبع شباب اللي يحضروا معانا في الكورسات واللي بيتعمل معاهم كده من بعض الناس قلت لهم اخبار نفسهم ايه فوجئت نسبة كبيرة جدا من الشباب اللي اكد لي اللي بيعودوا يضايقوا منهم عندهم مشكلة في النفس النفس مش مظبوط الرئتين فيها مشكلة ولو انت كده البخاخ وكان بيعضيق صدري وفي التوقيت ده كنت بهاجم ناس كتير وفي التوقيت ده كنت من اي حد بيعمل كده وكنت بأيام الموروس ده انتو تعرفوش هكت بعمل ايه ده فيها حاجات لما بكتبها بفتكرها الان بكسف واتصدم من ربي واستغفر ربي ومن ضمن السيئات اللي عملتها ايام الفترة دي ايه اللي سببتلي المعاناة والقلم والفترة اللي كان فيها مشاكل مادية وكان فعلا اقسم بالله كنت عايش بضيق صدر والنفس كان عندي دي تنفس وعندي حساية في الصدر كنت عايش على البخاخ والله ان لما زبطت الكلام ده وشرحت صدري لكتاب ربنا وبقيت اسمع من الجميع واسمع القول من كل الناس واتبع احسنة والله ان كل ده تزبط وكل ده راح وفهمت بقى معلومات اكتر عن الحياة وربنا هداني للطاقة الحيوية بعد ما كنت بهاجمها اللي قدامك وده كان بيهاجم الطاقة وكان بيتريق على اللي بيتكلمه عن الطاقة حلو كده ويعني يلا لما اتكلم في يوم الاياب عن قصتي مع الطاقة هتصدم ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون الآيات مبهمة اللي لم يذكر اللي الذكر ربنا بيفصلوا الآيات وتلاقيها واضحة زي الشمس آخر حاجة في الأسباب الضلال ودي هقولها بس أنا لم أبحث فيها بس هقولها عشان تبقى المعلومة عن المياه كاملة اللي عايز يبحث فيها يبحث فيها وأنا بصراحة لسه ما بحثش فيها وشايف كلام كتير عن نت من وجهة نظري البسيطة الآن لأنه ما ددوش وقت لسه النسبة كبيرة من الكلام اللي عن نت كلام غير حقيقي للأسر وكلام يعني مش صح ولكني لازلت أبحث ما عرفش لم أخذ قرار بعد في الموضوع ده النقطة بتقول النسيء زيادة في الكفر آخر نقطة في الضلال إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين فالنسيء زيادة في الكفر وبيضل للناس إيه هو ده بقى؟ أنا بصراحة ما قاعدتلوش فدوروا إبحاثوا بقى فيه أنواع الهداية خلصنا كده النقاط الرئيسية اللي بتتكلم على الدولار عايز أعمل مسابقة المسابقة دي هتبقى ليها جيزة سريعة ما فكرتش الجيزة إيه دلوقتي لكن هتبقى جيزة حلوة إن شاء الله هتعجب اللي هيفوز الجيزة دي مهم المشاركة بيها تبقى على الرسائل الخاصة على انستجرام فقط عشان بس أوحد وما يحصلش لخبطة وأشوف اللي بيبعتلي الرسائل الخاصة على الانستجرام هتبعتلي اللي انت طلعته في الحتة دي إيه المسابقة ركز معايا بالراحة كده تصميم معمول بإبداع لبنود الضلال في شكل بسيط يقدر الشخص يبقى معايا ورقة البنود دي كلها موضحة فيه علشان يبقى بيعلم عليها وبيراجع نفسه بيعيد حساباته للنقطة دي بنود الضلال وبنود الهداية ممكن يبقى ورقة وش بنود ضلال ورقة وش بنود الهداية ويبقى تصميم شكله راقي في الحتة دي اللي هيبدع له مني جائزة يبعتلي التصميم كصورة على الانستجرام الأول صغيرة حتى كده وأنا لو اخترته هتواصل معاه وخليه يبعتلي نسخة الكبيرة الفول ريزوليوشن أو التصميم بحجمه الكمية حلو؟ بإذن اللي هيكون فيها مسابقة هيكون فيها هدية رائعة لسه ما فكرتش الآن فيها لما شوف التصميم هقرر بحسب روعته يعني ممكن أدي جائزة أعلى من اللي في دماغي دلوقتي المهم كده خلصنا أي واحد ضلال انت الآن بقى ابدأ حط خطتك ورقة قدامك دلوقتي نقاط واضحة زي الشمس انت بتعمل ايه من دول؟ تعرف حجم اللي انت بتعمله في حياتك وتعرف حجم ضياع الهداية في حياتك عن أهدافك اللي انت عايزها وعن الهداية طيب انت خلاص عارفت دول؟ طب عايزة حدد بقى نوع الهداية الهداية مش عشوائية ومش كلمة كده ربنا يهديكو خلاص لا 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 الهداية طلع عليها نقاط رئيسية مهمة قوي ومهم تكون محدد نوع الهداية عشان تعرف الحاجة بتاعتها تعملها ازاي او تبقى حتى شايفها بوعيك فالهداية انواع ثلاثة نوع محايد ونوع سيء ونوع حسن او نوع سلبي ونوع ايجاب خلاص الف هداية محايدة ربنا قالها في القرآن في آية وحدة انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا فهداية السبيل اما شاكرا واما كفورا هداية محايدة هناك من يهدى للسبيل شاكرا وهناك من يهدى للسبيل كافرا كفورا دي هداية وصلت كده وبالتالي هداية السبيل اما شاكرا واما كفورا دي اول نقطة محايدة دي مشي كده او دي مشي كده خلاص تعال بقى الهداية للإيجابي او خليني اروح للسلبي نخلصها كمان ونروح بقى في الإيجابي برواقان هداية للسلبي هداية الى عذاب السعير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير او النقاط اللي قلناها في الاسبوع اللي فات او الحلقة اللي فاتت اللي بيجادل في الله بغير علم ما هواش اصلا بيدرس وقعد فترة كده يمخ مخ ويخد الوقت ويدرس قابل ما يعمل مجادل او نقاش ده في بعض الناس اصلا معرفش حاجة ومعندوش معلومات ولا احد قال حاجة يروح يهود يدوع شين يهاجم وخلاص لا انت اصلا بتدرس وعن اخدت وقتك وخدت جهدك وبحثت وطبقت ومخك يعني تفتح وقدرك وخدت لك وقتك ثم بعد كده بقى عندك فيها علم وحصل فيه جدل او نقاش يبقى اسمي وناقش بعلم حلو كده فاللي مش بيعمل كده بيهدى الى عذاب السعير وده بيعيش عذاب انا بقولك اهو بحكم ان انا متخصص عذاب الانفعالات وعذاب المشاكل العصبية وعشانك دايما بيعيش على مهدئات دايما مش عايف يعيش مرتاح دايما بيتنرفز دايما مخنوق دايما تحط في حتة تلاقيه مولع نار وعامل جحيم ودايما تلاقيه الدينة بتبوز قدامه في كل اتجاهات عايش عذاب سعير رباني يكون فعونه في الدنيا قبل الاخر اتنين صراط الجحيم بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعثون اوآباؤنا الاولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون فإذا الناس اللي هم بيكفروا بآيات الله وبيكفروا بالبعث وبيكفروا إن احنا جايين تاني وبيكفروا إن في يوم هيقفوا في فرادة قدام ربنا يتحسبوا لوحدهم ربنا هيعشوهم وأزواجهم أزواجهم في القرآن مش معناها مرتاتهم يعني زوجة في القرآن معناها الموافق لي بس في بعد تاني يعني مثلا طاقة ومادة نفسه جسد اسمهم زوج رجل وأنثى اسمها زوج ففي مثلا حد بيتكتك وحد بينفز اسمها زوج حد بيمكر وحد بيعمل اسمها زوج فحد بياخد الفكر وحد بياخد تنفيذ المادي فأزواجهم بقى معايا أبو لهب وامرأته مرأته يعني اللي هو إيه حد بيتكتك وحد بينفز فدي في القرآن اسمها زوج تزوجات إيجابي سلبي خير شرق كده فالتزوجات دي كلها اسمها هم وأزواجهم واللي بيعبدوهم كمان وخلي بالك وما كانوا يعبدون يخشوا النار لأن اللي بيعبدوهم دول إيه هيتعذبوا يعني بشر مش أحجار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم دول اتنين من أنواع الهداية إلى الشيء السيء في بقى 24 نوع للهداية الإيجابية عشان كده الهداية الإيجابية هي الأكتر لأن الأصل في الأشياء أو الفطرة اللي هي الإيجابيات الأصل هي الإيجابيات خلاص واحد صراطا مستقيما وهو غير معرف مش الصراط المستقيم بالألف صراطا مستقيما غير معرف هلو كده إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا كل هذا في الدنيا على فكرة معايا يعني الأول ربنا بيجيب لك فتح فيحصل فتح والدنيا تنور وبعد الفتح بتكتشف الأشياء اللي كنت عاملها فيها ذنوب فتعرف تستغفر ويغفر الذنب فلما يغفر الذنب يتحقق ناتج الغفران وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارها يرسل السماء عليكم مدرارة ويحدودكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة هلو كده ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما يتأخر ويتم نعمته عليكم فبيحصل تمام للنعمة فالنعم تبقى تامة والإتمام أعلى من الإكمال الإكمال إن أنا مثلا النهاردة نفترض النعمة لما أديها فلوس فأنا هدي لك مثلا أنت عملت شغل وتك هدي لك فيه عشرة آلاف إن كانت العملة فأديت لك خمسة ثم كملتها ستة ثم سبعة ثم عشرة فكاسمها كملت النعمة كفلوس أتممت النعمة معناها أكملتها لك وخليتك تعرف تستفيد بيها لجذب وعمل نعم تانية إنك تعمل بيها بيزنس وتستثمرها وتكبرها وتجيب بيها حاجات حلوة وتجيب بيها حاجات صحة وإزاي العشرة آلاف دول يجيبوا حاجات أكتر بيقى فيها بركة تسمو تمام النعمة ده أعلى من الإكمال فهل أنت عايش كده في الدنيا؟ ولا لا وطبعا مش بيأخذها كمالية يعني إحنا الأنعمين نتدرج كل شوية بيتم في حتة وحتة تثبت وحتة ألاها فأنت ماشي في تدرج تمام النعمة الهدف إن أنا أوصل بإذن الله قدر المستطاع إلى إن كل أنواع النعم تبقى تامة عندي نعمة الصحة نعمة الإدراك نعمة النظر نعمة السمع نعمة القوى الجسدية نعمة العلاقات نعمة المادة نعمة فهم كتاب الله نعمة إخلاص الدين لله نعم 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 فأنت عملت طول الوقت بتتزكى معايا؟ ويتم نعمته وعليك ويهديك صراطاً مستقيمة وما قالش الصراط المستقيم فصراطاً مستقيمة معناها عارفين لما نقول بقى أقرب خط بين نقطتين هو الخط المستقيم وشايفين لما قلنا الحلقة اللي فاتت نكلمة صراط من أسفل إلى أعلى صراط المستقيم وصراط الإيجابي وصراط السلبي من نقطة اللي أنت فيها إلى أسفل عشان كده هتلاقي آيات القرآن في الإيجابيين اتجاهتها لفوق أعلى عليين رفعناه ما كان علي وصلت يرتقي من ألقي بسم الله الرحمن الرحيم فوقهم 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 دايماً اتجاه الإيجاب في القرآن لأعلى فالصراط في القرآن معناها لفوق لرفع الدرجات للأعلى حلو؟ الصراط في الاتجاه الأفقي يعني لو الإيجابي يبقى الأعلى لو السلبي يبقى الأسفل هتلاقي بقى الاتجاه السلبي في القرآن دايماً أسفل سافلين هوى تهوي به الريح اثقلتم إلى الأرض دايماً الاتجاه السلبي في القرآن لأسفل عشان كده يمكن في كورسي متقدمة باتكلم عن الكون باتكلم ان بيقولوا لما يجوا يصوروا الكون والانفجار العظيم بيصورواه باتجاه رأسي من الشمال اليمين اتجاه القرآن بيقول أفقي من تحت الفوق احنا بنتجه لفوق كل الكون بيجري لفوق احنا رايحين للأعلى والدنيا والأرض والأشياء السيئة للأسفل يعني الذكريات في الأسفل والمستقبل في الأعلى وصلت دي حتة على الماشي كده لا يبحث وراءها يطلع روائع رائعة بشرحها في كورس اسمها شفرة الكون بس هو مش موجود لوقتي ربما ينزل بعدين فيبقى إذن لما يكون عندي هدف في أي نعم هدعي ربنا يهدني صراطا مستقيمة هيطلع لك حاجة بتاعتك حتة لوحدك تقفزك أعلى في الحتة دي يبقى أنا مهم بقى أبقى شايف أنا كنت زمان للأسف قبل ما أعمل بحس بالتماع عن القرآن كنت فاكر أن الصراط المستقيم هي دي لا صراطا مستقيما لكل هدف إيجابي صراط خاص به في درجاته العليا وصلت كده للأعلى يعني وبالتالي أي هدف أنت عايزه في الدنيا خلي دعائك وانت بتعمل تدريباتك وانت بتعمل دعائك الصورة الذهنية لقدامك صراطا مستقيما مش عوجة مش مأخر مش ملخبة متفقين آية تانية وعدكم الله مغانم كثيرة شف مغانم حاجاتها تغنمها يعني إيجابية بيكلم عن رزق النعيم اللي في الدنيا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيمة برضو فهنا صراطا مستقيمة للمغانم ولكف أيدي الناس ربنا هيحميك أي حد عاوز يعمل لك إيذاء سيكف يده عنك وسيمكنك بكل قوة كعلاقات كأفكار كأدوات كوسائل لكف هذا الأذى بأقوى مما تتخيل ودي نعمة لا يدرجها إلا اللي جرب بقوة وعاشها كتير أوي 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 عشان كتير بتبقى آية كبيرة للي بيفكر أو لمن ألقى السمعة وهو شهيد رقم اتنين المعرف بقى يبقى رقم واحد في الهداية صراطا مستقيمة يعني تراك هياخدك من نقطة لنقطة أعلى في حتة معينة أنت عايزها من أنواع الرزق الدنيوي أو المعيش في الحياة الصراط المستقيم دي كلمة بقى شاملة الاتنين صراطا مستقيما من وجهة نظري شاملة الدنيوي بس الصراط المستقيم جوا كل الأسرطة إنجازت عبيبة كل أواعي الصرط الصرط إن كان دا جمعها إذا كانت تجمع أصلا خلاص فالصراط المستقيم هو شامل لكل هذه الأنواع المفردة مش المعرفة يعني المنكرة أصد بالنكرة مش معرفة وبالتالي شامل للدنيا وللآخرة بسوا كده اهدنا الصراط المستقيم إيه الصراط دا بقى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا بقى صراط كل أنواع النعيم الدنيوي والأخروي خلاص طب إيه الصراط المستقيم دا تلاقي آف قرآن بتقول إيه وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِمِ وَنَصَرْنَاهُمْ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّراط المستقيم فالصراط المستقيم دا عشان يحصل لك وتضمن بيه الحسنيين في الدنيا وفي الآخرة الكتاب المستبين يوصلك لعيش هذا الصراط وتكلمت كمان أعمق في الموضوع دا بقى تضيبات عملية عن معنى الصراط في كورس عندي اسمه شفرة الكون بالتفصيل ثلاثة الصراط السوي مركزوا معاي كده وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنَّذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّسٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاتِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّسٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُمْ أَوْ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاتِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى ركز معايك يا في الحتة دي الصراط السوي من خلال الآيات دي هو ان انا بدل ما اكون عمال ادور وعمال اخد كرسات وعمال اسأل ماس طب اتحرك ازاي طب اوصل ازاي طب اعمل ايه الصراط السوي جاي من كلمة ساوى اللي في بينها استوى وسوية واستوى وسويته يعني فيه نضج فيه استواء من وجهة نظري وديه الهمتني جدا لما كان حد بيجي يسألني ابدأ بايه انا عندي معلومات كتير قلت له اهدي اسأل ربنا دايما انه يهديك للصراط السوي الصراط السوي معناها ان يا رب عجل باني يجي لي رسولي يقولي دي توصلك لده ده الصراط السوي تيجي لك مستوية يوصلك بسرعة تاك يبقى هو ده اللي كنت عايزه دي الحتة اللي كنت عايزها ده اللي كنت بدور عليه ده اللي التاكة اللي كانت نقصاني الحتة اللي كان لسه فيه حتة نقصة فيقوم ربنا بعت لك حد يهديك للصراط السوي على طول تقوم راكب الدنيا وتراكب التراك وتهدى بقوة فيقصر لك ويعمل لك شورت قاتس كتير جدا 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 فاذا انت في الحتة دي ادعي دايما ربنا يهديك اللهم هديني صراطا سوية اللهم هديني صراطا سوية وقعد بعدها اهل نفسك ربنا هيبعث لك رسل بمعلومات تهدك صراطا سوية رقم اربعة الهداية للجنة ونزع الغل ما لا في غل ولا حقد ولا بالداي ولا مخنوع ولا نار ولا رغبة في انتقام ولا كل الكلام ده اللي عايشين بالموروث اللي وين دول عايشين بغل راجت نألفها خلوها ديننا نأبة عايزة اخذ على حد واكرهه واعمله والله ما عليم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكموا الجنة الجنة وقورثتموها بما كنتم تعملون عشان كده اللي جواه غل أو جواه حقد ولم يهدى لحالة النقاء والتسامح مش عارف يسامح حد أزاه لم يهدى وبيقول انا بجرى واعمل تسامح مش عارف عايز اعمل عفو مش عارف انت هنا محتاج تشتغل في الضلال وتركز على نقطة الهداية لنزع الغل عشان تعيش الجنة يا رب انزع اوهدني لان اكون ممن قلت عنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل وتشوف الصورة مهم زي ما قلت اول اليوم مهم تشوف الصورة اللي انت عاوز تهدى اليها وتشوف انت متسالم وبتتعامل مع اي حد اذاك او اي حد مثلا كان عامل معاك مشكلة بتسامح انا مش موافق على الغلطة بس بتسامح مش موافق على الرأي اللي بحلو بس بتسامح مش موافق على المشكلة اللي عملها معايا او على بس في حالة عفو في حالة تسامح معايا في حالة الغل لما ينتزع بصوا نصيحة مني والله هتبص في وش الشخص هتشوف في وشه اثر الغل على بشرته والله اثر الغل يظهر في الوجه بشكل اللي بيدركه بيعرفه كويس قوي واللي نزع الغل من صدره هتعرف في وجوههم نظرة النعيم مهما كبره في السن في نظارة نعيم معروفة لا يلتقطها إلا اللي بدأ يفهم آيات ربنا صح انت هتعرف في وجوههم نظرة النعيم حلو كده فلما تيتعرف بنا بقى وبقيت عارف ان ده نوع من الهداية هركز عليه وانت في رمضان الآن والأيام اللي جاية انا خلاص هحدد نوع هداية اشتغل فيه وابدأ انوع كل فترة انا بقيت عارف دلوقتي انا هعمل ايه وهشتغل ازاي فده رابع نوع من انوع الهداية ان انا اهدى لنزع الغل وعيش الجنة رقم خمسة الهداية للسبل التي تبين كتاب الله الهداية للسبل اللي بتبين لي كتاب الله وتعرفني اقرب مراد لله لانه ما فيش بشر على وجه الارض يقدر يزعم ان هذا هو مراد الله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فأتونا بسلطان مبين ركزوا كتاب الله عشان يحيط اواما جدا قالت لهم رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى على فكرة الغفرار اكتر اصلا كمان بيديكم قوة الى قواتكم وبيأخر الموت يعني بيطول العمر معي بيعلي بيعلي المناعة بتحصل لك حالة من الطاقة الرائعة الجميلة قالوا ان انتم الا بشر مثل انا هم عايز الرسول دا يبقى حاجة عجيبة معايا تريدون ان تصدون عما كان يعبد اباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ان لا نتوكل على الله وقد هدان سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون شوف ربنا اعطاهم البينات والسياق الايات بيتكلم ان هم بيشكروا الله ان هداهم هذه السبل فبينت لهم هذه الايات وبالتالي استطاعوا فهم كتاب الله هذا الفهم الحقيقي فلما فهم كتاب الله بدأ ينبه الناس وينبههم انتبه يا جماعة وبالتالي كل ده تكرار لا نهائي سيظل موجود على الارض ما بقيت فيها الحياة وقال الذين كفروا لرسلهم لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا ملتنا زي ما اتفعلنا ما اتفكر هو كما ابانا كده تمشي كده او لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين الحمد لله لأن المرة اللي فاتت كان التكت الصغير فكان الكلام بشوفه بالعافية فبجيب من الذكرة دلوقتي مكبل وشوف أنا كاتب الفنط جاء بقى شايف كويس بسم الله وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجن من ارضنا او لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكن الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعي هقول الجملة كذا صد محلو طول الوقت ربنا سبحانه وتعالى لما يلاقي حد بيتجبر أو يتكبر أو يستخدم أساليب تخالف ما يوازن الكون يدك هؤلاء ويسكن آخرين في مساكنهم في أماكنهم في مناصبهم في مناصبهم وخلص فكل شوية هتلاقي ربنا في ناس بيروح وناس بيروح وناس بيروح ركز معي في الجملة الخطيرة اللي هقولها دايما دايما تكون متأكد أن الأرض طول الوقت تحت حكم ربنا الذي يرضاها ودي ريحتني قوي لما فهمتها وبالتالي اللي على الأرض الآن واللي ممكن الآن هو اللي من وجهة نظر الله صالح لهذه البقعة اللي بيحصل بقى ودي قلتها كتير بعض الناس اللي فكرين أن هم ربنا اللي هدينا لها زمان ابن سينة رحمه الله لقد بولينا بأناس يظنون أن الله لم يهدي سواهم هم نفسهم ربنا يمكنهم ووالله لو ربنا مكنهم لهيدكوا لو قدروا يقتلوا ويعذبوا وينسفوا أي مخالف لهم في الفكر اللي يعملوا فمستحيل ربنا يمكنهم يقوم ربنا سبحانه وتعالى يمكن عليهم من يسومهم سوء العذاب وهم مشوخدين مالهم لغاية لما يتعصروا ويتفرمطوا ويفوقوا ويخرج منهم ناس فعلا ماشيين بالصح يبدأ يمكن للصح فربنا سبحانه وتعالى بيدير الأرض يعني مش عايزة أقول لفظ خارج عن كتاب الله عشان ما تبقاش يعني بحق بإتقان بإحسان اللي عمية ليها بعبقرية بإبداع بس دي الفظ القرآنية وأنا عندي آية في القرآن من قرانية الاستحقاق قال أقول على الله إلا الحق فلازم أكون اللي قاله عن نفسه في الكتاب ما أضيفش حاجة من عندي ما قالهاش رقم يبقى ده الهداية للسبل اللي بتبين كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى يا رب اهدلي سبل البينات يا رب اهدني سبل البينات عشان يبنلي ويبنلي الكتاب وأبدأ أفهم كتابك يا رب العالمين عشان أبدأ أطبقه وأمشي وراء ستة النجدين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين بسم الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أنا بصراحة ما بحسش في موضوع النجدين لسه فيه آراء غريبة لعلماء في التراث بيقولوا هي غريبة من وجهة نظري الآن قد تكون لما أتدبر تطلع صح بس يا بالنسبة لي الآن غريبة بعض علماء قالوا النجدين هنا معناها الثاديين إنهو تولد من بطن أمه وهداها الثاديين عشان يعرف يرضع يعني وبعض علماء تاني قالوا لك لأ مفيش حاسمها الثاديين وخالفوهم في الرأي وقالوا لأ النجدين لو خدناها على المعنى اللي قلناها في الأول اللي هو الهداية المحايدة إما شاكرة وإما كفورة فقالوا نجد الخير ونجد الشر فده اللي تقيل لكن أنا بصراحة ما بحثش فيها عشان أرجعها للجاذر بتاعها ويعني ناجد وأشوف ما دول هاي أنا بحثش فيها بس دي من ضمن سبل أو يعني أنواع الهداية رقم سبعة صراطا سويا حاجة نكر مش معرفة صراطا سويا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دائما اللي بيتعملت إبراهيم بيكون بيكلم الناس وبيتبعوا الأموات يعني الأحياء الآن عيشين على آراء أموات فهو لا بيسمع ولا بيبصر ولا تعرف تنقشه ولا يغني عنك شيء من الله فأنت ليه بتاخد الكلام كأنه دين عندك كتاب ربنا حي مش ميت لماذا تترك الكتاب الحي وتأخذ بآراء أموات إن أردت أن تكون حيا في الحياة فخذ منها الكتاب الحي وإن أردت أن تعيش ميتا خذ من آراء الميتين واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان فتكون للشيطان ولية قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك بالمناسبة أرجمنك رجم في القرآن تجتمل معنى إنها برمي حاجة خلاص كده وبالتالي في ناس بيرجموا الناس بالباطل بالأكاذيب لأرجمنك ممكن تلاقي حد أمطالع لو هو مخالف لك في الرأي بيرجم بأكاذيب ويرجم بحاجات سيئة خلت بالك أو يرجم بحاجات مادية ده لا ينفي المعنائين معنائين ما هو رجم الاتنين إما كلمة سلبية حتى يقولك ديتني الكلمة في وشي ما هو رجم هو وبالتالي في هذا الزمن هناك من يرجم وكل مكان مختلف معاك في الرأي يرجم بأكاذيب وكل ما أركزه في الجملة الخطيرة دي كل مكان أريب منك جدا كل ما رجمه بالأكاذيب بقى أكتر دي حتة نفسية دقيقة وخطيرة تلاقي مثلا لما يتضايق منك أنت كريم أنت أصلا بخيل يا عم أنت بترجمني ليه بالغلب البخرة لا مش بخيل أصلا أنت آسي وإنت عايفه أن أكتر حد حنين أنت جاهل وعارف في قرية نفسه أن أنت عندك معلومات بيبقى قدام مش عايف يرد عليك وبالتالي دايماً بيرجم بأكاذيب فديماً وطبعاً بتبقى خدعة قذرة من الشيطان لأن الناس بتشوف أن ده قريب ده قريب فلان فيصدقوه ولكنها بتبقى كذبة لأنه بيرجم بأكاذيب وأنتوا هتلاقوها في حياتكم كتير جداً 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 بالأزواج والزوجب أصلها غبية أصلها مش فاهمها أصلها وممكن تكون هاي أسكر منه وهو اللي أصلاً مش فاهم أو كذا فدايماً تلاقي بيرمو الناس بالباطل لما يكونوا في حالة مشكلة أو عداء بينهم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا طيب انتبهوا كده يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سويا الصراط السوي هو المنهج اللي انت خلي بالك عشان دي حتة مهمة قوي قوي أنا دلوقتي فاكرين لما قلنا النقطة رقم اتنين الصراط السوي بالألف واللام وصراطاً سوياً بالتنكير الألف زي بالضبط الصراط المستقيمة وصراطاً مستقيمة المتسوي المترتب ده جاية من جذر سوى وبالتالي اللي عاوز يتبع ملة إبراهيم وعاوز وركز في الحتة دي كويس قوي وعاوز يعني يكسر أصنام محتوطاله في الموروث ويكسر أصنام منعاه عن الخير ويبتكر طريقة جديدة طريقة ما كانتش موجودة في المجال بتاعه طريقة ما كانتش موجودة في مجال البزنس أو في مجال العمل اللي بتعمله محتاج ربنا يهديه للصراط السوي الحتة دي كانت بتاعة إبراهيم ويا رب اهدني صراطاً سوية وانت شايف الصورة لما تكون حاطت صورة في مجال بزنس مثلاً أو في مجال حتى ديني طالما انت محددها كصورة استخدم صراطاً سوية من غير ألف والله الصراط السوية بشمولية استخدمها في كل حاجة تبقى شايف إن أي حاجة هتعملها ربنا هيسر لك تكسير أصنامها ورؤية ما هو جديد بابتكار خلاص؟ فأنا مهم جداً لأن منهج إبراهيم منهج صراط سوية وعايز أقول لكم ركزوا معي في المعلومة الخطيرة دي كل إنسان واقع في مشكلة ما دلوقتي معناها أن في أصنام في عقله هي اللي معرق لا وفي الغالب هذه الأصنام زي ما شاهدت لكم بالتفصيل في قوة كلمة التفكير هي اللي انت قاعد مستنيها بقالك سنين قد تكون هذه الأصنام فلوس فرصة جيلي فيزا كورس أخده أصنام فلو أنت الآن ما قسرتش الأصنام دي هتفضل مدفون في هذه الحفرة إنجاز التعبير فترة طويلة أنت في التوقيت ده بقى محتاج منهج سيدنا إبراهيم في تكسير الأصنام ومحتاج تدعي ربنا يهدك صراطاً سوياً لعكس اللي انت في دلوقتي في الاتجاه الإيجابي فاستخدم هذا الدعاء ودعيلي بس مهم وانت بتستخدمه تكون بتكسر منهج بتكسر الأصنام وتتبع منهج إبراهيم يعني من الآخر ما تبقاش بتفكر تعمل حاجات اتعاملت قبل كده لأن اللي انت بتفكر فيه تعملت كما جابش نتيجة خلاص بقى وكل اللي بيتبع ملة إبراهيم في كده ابتكر حاجات عمل بيها أنواع بيزنس وأنواع عمل ما كانتش موجودة قبل كده والزمن اللي احنا فيه الآن نمازج إبراهيم في البيزنس كبيرة لو كسر كل أصنام الآباء والأجداد في موضوع معين ودخل تراج ديك كده عمل بيه فلوس والعمل بيشورو عمل بيه نجاح والعمل بيه ابتكارات والعمل بيه إبداع وهكذا زمان كانوا مشكين خرايط وبيمشوا بيها هم مسافرين أم حد كده مكسر هذه الأصنام وعامل حاجة اسمها مابس على الأبليكيشن على الموبايل ده في الحتة دي منهج إبراهيم ربناها ده صراطا سوية فلأنه سوي ويسير جدا 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 بقى مبهر جدا جدا بقى أنا بنخصدي من النهاردة بنستخدمها النهاردة تنزل من البيت شايف لك كل الطرق وعارف الطريق الزحمة وطريق الفاضي في الأغلب ما لم يكون فيه تحديدات أو كلام ده ففي الأغلب أنا باستخدمه طول الوقت بنسبة 90% بيوصلني أسرع وبعرف الطرق ده هنا في حتة تخيل بقى في مجال الفلوس تخيل في مجال الطب تخيل في مجال الصيدلة تخيل في مجال فهم كتاب الله في كل المجالات منهج إبراهيم ده منهج من أخطر وأروع المناهج إذا عاوز توصله وتبتكر ده مهمة أوي تكون وتدعي ربنا يهدك صراطا سويا رقم تمانية سبيل الرشاد إحنا كده بقى لنا قديه مخرج إحنا بقى لنا قديه شغليه ده ساعة لخمس دي طيب هنخلص إن شاء الله أنواع الهداية بإذن الله تمانية سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد ركز بقى معي بيشرح الآن سبيل الرشاد في بقية الآية اللي جاية بقى إيه هو سبيل الرشاد جاية من را شا دا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار عارف متاع ممكن تتاخد بمعنى الحاجات اللي بتتمتع بيها ولكنها بتتساب زي لبس زي بشروبات ماذا تتسابع كبه بترميها ماذا أنت تمتعت وعاكها تتسابت معايا مش مستقرة معاك وباقية خلاص فالحياة الدنيا دار المتاع ما اوعى تغرك اوعى تبقى تركيزك فيها على فلوس أو تركيزك فيها على شهرة أو تركيزك فيها على شكل حلو كل دا متاع هيترمي في الآخر هيتساب في الآخر لما تروح للآخرة استمتع بهذا المتاع وإنت بتستعين على الآخرة ما تبقاش هي اللي شغل دماغك إذن من صبل الرشاد لو إنت بقى جواك حب للدنيا ركزوا معايا تعلق بشكلي تعلق بحبيبي تعلق بقيمتي ولا باسمي ولا بسمعتي ولا بفلوس ولا بمنصب أي شيء في الدنيا اللي عنده تعلق ولسه واقع فيه ولم يهدى إلى عكسه محتاج يستخدم سبيل الرشاد من أقوى أنواع الوعي والأدعيات اللي بتوعيك بقوة أنك تنطلق لتكسير كل ما يتعلق بالأمور الدنيوية يعني كم بالآيات يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أركز معايا كمان بقى من سبيل الرشاد بتاعي للسيئات من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار مفاجعة سريعة كده خدتوا بالكم إن كلمة مسرفين متحرفة في الموروث وإن كل آيات مسرفين في القرآن متعلقة بكتاب ربنا وآياته ملاش علاقة بالإسراف في الأكل ولا النعم ولا الرزق زي ما كنا متبرمجين بها زمان ارجع للمسرفين في القرآن ودور وراها فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ركز معي بقى ده لسه سبيل الرشاد احنا بنتكلم هو سبيل الرشاد واضح نصف التعلق بالماديات والأمور الدينوية اتنين ارتباط انتباه للسيئات وإيقاف السيئات وعمل أشياء الحسنة اللي مش عايف يوقف سيئات ولا غيبة ومش عايف يوقفها ولسه متعلق بها برضو ده سبيل الرشاد انتبه ليه رقم ثلاثة يبقى رقم اتنين كده السيئات والحسنات رقم ثلاثة كتاب ربنا بوعي رقم اربعة الوقاية من اي حد عايز يئزيك دي بنوت سبيل الرشاد فتتبقى عارفة انت عاوز تهدل ايه بالزبط خلاص فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها هنا في الدنيا غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وآل فرعون في القرآن كل اللي بيتفرعا فرعون المتفرعا وآل اللي شغالين بيسخنوا معاه منطبق في كل زمان ومكاء بيعيشوا النار في الدنيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا اصلا غدوا وعشيا بتكلم عن الليلة ونهار اللي في الدنيا اساسا العالم الاخرى هيبقى فيها نهار بس ولا بقى مع حدش ما بحسش فيها بصراحة لكن بيتكلم عن غدو والعشية بتاع الدنيا دلوقتي خلاص كده واي حد متفرعا منطبق على دي الآية دي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العدد كمان لأنهما متفرعانين ويعولوا أشياء سيئة فأنا مهم جدا بقى لو أنا عاوز أعي سبيل الرشاد وعايز أخرج من التعلق وأخرج من التباطي من الماديات وأخرج من حالة السوق اللي ما عمله والإزياء اللي ما عملها للناس وعايز ربنا يهديني لكتابه وعايز يحميني من أي حد بيمكر مكر سيء سبيل الرشاد سبيل الرشاد سبيل الرشاد رقم تسعة الهداية إلى الرب هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى الموضوع ده هقول لكم في سر في بداياتي لما كنت عمال عايز أجرب أجيب متعة الصلاة اللي كنت بجيبها زمان وأول ما بدأت بها أبلغه وكنا بنصلي وبننزل المسجد وكنا بنجيب حالة خشوع جميلة كده فجأة بدأت تتفلت وتبعد وبعد كده قعدت أبحث كمتخصص في علم النفس إيه اللي بيعمل خشوع الموضوع ألا كبير ومعلومات تانية كتير بإذن لك كلم عنها يوم ما أفتح الفايل بتاع سيكولوجية الصلاة إن شاء الله لكن من أكبر الآيات اللي خلتني ألقط حتة مهمة إن اللي عنده خشوع هو بيخشى الله وبيخشى الله مش معناها مرعوب منه بالعكس بيخشى الله بتعمل حالة كده من السكون وحالة من مش عارفة وصفها لكم إزاي بس أنت مش عايز تعمل أي حاجة من اللي ربنا نهى عنها أو ربنا بيين بيين إنها لها ضرر أو لها عقوبة في حالة من جوة من الخشية كده بتعملك خشوع مع سكينة ميكس كومب وكده ما فيش دايوه في الكون فلما طلعت الخشية ودي ما كنت شافت كلامنا لما كنت بطلع الآيات اللي بتتكلم على الأمان والخوف والرعب والخشية والكلام ده فالآيات دي طلعتلي طلع إن فيه نوع من الهداية اسمه الهداية إلى الرب وده اللي بيخليك ده خشية فلما بدأت في الجلسات حد بيسألني مثلا في حاجة عن إزاي أخشع إزاي أعرف كده أخشى الله سبحانه وتعالى كنت بقول له أقعد مع نفسك كده وإدعي يعني يا رب هديني إليك أنا عايز أهدى إلى ربي يا رب هديني إليك هديني إليك لأخشى أما ركز إن أنا أهدى إلى ربي لأخشى تبقى دينيتي ومغمض عيني وشايفها جوايا اتفرج على لا يحصل لأن عقلك اللواعي متسجل فيه كل إجابات الأسئلة لكل طرق الهداية مهم إن أنت تحط له الهداية صح بالكود بتاعها القرآن الصح عايز خشية أهدى إلى ربي وصلت حتى ركزه كده إني ذاهب إلى ربي والله كنت سعب أقولها بالعملية كده لننسي حقيقتي بها كنت حفظها مني كل شوية وعارفة أول ما أقول كده محدش يقرب من الأوضة تليل أخبطها ولا حاجة أقول لها بقولك إيه أنا رايح عندي ميتين مع ربنا فمن داخل الأوضة أفل بات محدش يقرب من الصوت محدش خبط علي ضغط لما أطلع فكنت بقولها بالعملية كده بعد ما بدأت أقول بقى أنه لا مهم إنه مع ربنا أستخدم ألفز القرآن فبقيت بقول لها إني ذاهب إلى ربي ساعدين أنا عايز ربنا دلوقتي الحالة من الاتصال بالرب دي وخلي بالك رب في القرآن غير إله الرب الأمور المتعلقة بالأمان والاطمئنان والرزق بأنواعه حتى لمسميها بيت الربوبية وكل اللي بعد عن بيت الربوبية ده بيستحق الجزاءات اللي بياخدها يعني بيت الربوبية كل حقوقك هتاخدها لو أنت مع الرب عايشها في بيت الربوبية خلاص بعدت عن بيت الربوبية حقوقك كلها هتبقى طالع عينك عشان تاخدها وإن كان عملها بتفصيل كورس خوانين الاستحقاق اللي طالع عينه في حياته عشان ياخد حقوقه إذن هو بعيد عن بيت الربوبية وطبعا بيعمل ضلال بيعمل حيات كبيرة حلو كده فأنا مهم دلوقتي بقى عشان أجيب الخشية دي وعشان أدخل بيت الربوبية أبقى واعي لهذا النوع من الهداية الهداية إلى الرب عشرة صدمة معلش ودي من الصدمات اللي قلت هتبقى يعني كبيرة وهعدي عليها بسرعة وإنتوا تتبعوها ولك أن تختلف معايا فيها مع أن أنا بصراحة اتصدمت فيها لما اكتشفتها كنا بيتقلنا زمان أن حرف النون في القرآن لما ييجي بالمد معناها ربنا بيتكلم عن نفسه بصغط التفخيم إنا نحن لأن اللغة العربية كده ولكن المفاجأة اللي زلزلتني لما بدأت التتبع القرآن لقيت أن فيه آيات إن وآيات إنني أنا الله لا إله إلا أنا ما قالش لا إله إلا نحن معين دي محتاجة تعظيم أكبر لا إله إلا أنا مفوط ده بقى أعلى حاجة في التعظيم ما قالش نحن وليه ولقيت آيات بتتكلم عن ربنا بضمير هو هو الله يعني هو فيه حد تاني اللي بيتكلم لغاية لما بدأت أفصص الآيات اللي فيها هو مع بعض الآيات اللي فيها إن الآيات اللي فيها ربنا بيتكلم عن نفسه كانت المفاجأة مزدزلة إن الآيات اللي فيها الجمع ربنا بيتكلم عن فئة معينة من الملائكة نقدر نسميها إنجاز التعبير الفئة الموكلة بإدارة الكون اللي ربنا بسميهم في القرآن الملأ الأعلى ودي فئة مصطفى بقوة كلمة ملأ في القرآن معناها الفريق الأقرب للحاكم يعني لما ربنا يقول قال الملأ من قومه طالما استخدم ملأ إذن معناها بمفهومنا الحالي الحكومة الوزراء اللي هم الفئة اللي تحت الحاكم مباشرة اللي مسكة زمام الدولة وتاخد الأوامر من الحاكم وتنفذ في كل حد في اختصاصه في الدولة فكلمة ملأ في القرآن تعني هذا المعنى فلما ربنا يتكلم في الكون ويتكلم عن الملأ الأعلى اتضح إن فيه سبل للملأ الأعلى وسبل الملأ الأعلى اللي بيوصل لها ربنا بيدي له حلول لأي موقف في أي ظرف أيا كان على الأرض والملأ الأعلى اللي كانوا بيخطبوا بشر حتى مش أنبياء تمت نسف الشيطان اشتغل في الموروث لمسح وإزالة أي دليل يشير إلى هداية الملأ الأعلى في كل كتب التراث لأنه من أقوى أنواع الهداية والموضوع مذهل بكل ما تحمله الكلمة من معنى وتلاقي المشكلة قدامك وإذا هديت سبل الملأ الأعلى ربنا هيبين لك أي موقف أي ظرف أي مشكلة هتجي لك كده تاك 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 اعمل كذا 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 وتفاجأ بأن كل اللي أنت عايزه جالك يبقى أنت تريد أن تهدى إلى شيء والقوة والجنود اللي ربنا مسخرهم في الكون ربنا سيهديك هذه السبل ستذهل من نتائج بصورة كبيرة ده على السريع كده اسمع بقى الآيات ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا خلي بالكم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا هي مش ومن أظلم ممن افترى علي كذبا يبقى مين اللي هنا بيصيغي الآيات الملأ الأعلى ده بحسب المعنى بتاعي لك أن تاخده أو لا برحتك السلمعنى ده كان مذهل وجاب لي نتائج مذهلة في حياتي عايز تاخدها بقى أن ربنا بيتكلم عن نفسه كده برحتك بس فيه في القرآن صياغات على بشر وعلى رسل وعلى ملأ أعلى وعلى الله وعلى الشياطين فكل حوارات القرآن فيها مناظر كاميرات فكاميرات الملأ الأعلى بالذات اتمسحت من الموروس كله لأنها أشد خطورة واللي هيبحث وراها هيدرك الكنز اللي بمليار دوار اللي بقوله ده خلاص ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءها أليس في جهنم مثوى للكافرين واللي بيقول الكلام ده بيكمل بقى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين شوف بقى كده لما فهمت أن فيه كاميرا من لسان ملأ أعلى بيتكلم عن الله تركبت الآية ظبطت إذا تتطبعت وراها هتعيش جنة فوق الجنة اللي انت عايشها إن شاء الله فإذا أردت اسأل الله سبل أو أن تهدى هذه السبل وربنا هيديك إن شاء الله حداشر يهدي لنا كم أهلك من القرون ودي حتة خطيرة قوي أشرب فأقول لكم بسم الله نلين الأحبال الصوتية لما كنت في مضمن نجاح وكنت وزع جامد الـ 18 ساعة بتوعي ومين دول فحسيت إن أنا كينات جرحة الأحبال الصوتية كده فروحت لدكتورة عشان نعمل تصوير الأحبال الصوتية فطلعت صور أحبالي فأقول لكم بص بقنا بفكر والله يروح أبيعها أعمل صورة كده NFT أحبال الصوتية الأحمد عمارة واحد يعمل بيها أحلى شغل تشتروا أحبال الصوتية فلازم نلاقينا الأحبال عشان تزبط الشغل بسم الله أعرف أه جنون أعظم أرا اسمي بسم الله آه يا أنا بسم الله مضمن نجاح قررت أخليه ثلاثة أيام وهنألن عنه قريبا في مصر إن شاء الله في شهر ستة القادم خلال الأيام القادمة بإذن الله إن شاء الله أتوقع يعني أربع خمسة أيام الكتير ونعلن لأ مش أقول أيام مهم في الأسبوع لست عندي تركمة خلال الفترة القادمة القريبة إن شاء الله سنعلن بسم الله آه يا أنا يهدي لنا كم أهلك من القرون أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبله من القرون يمشون في مساكنهم خلي بالك بقى فيه يهدي إلى ويهدي لك لما ربنا يهدي لك هو أهلك قد إيه؟ معناها أنها تاخد معلومات وتاخد وعي مزهل من تجارب السابقين فلا تقع في هذا الخطأ فلو أنت دايما عاوز توصل لإن ربنا يعرفك النقاط اللي أنت بتقع فيها وإنت مش عارف أنت بتعمل إيه وإنت مش عارف أنا إيه اللي أنا عملته استحقيت بيه ده اعرف أن كل الأمثال ربنا ضرب في القرآن من كل مثل والتجربة اللي أنت عايشها مليار في المية فيها مثل في القرآن على الأمم السابقة خلاص كده؟ فلو أنت مش عارف وبتدع يا ربنا يهدي لك كم أهلك من السابقين أو من القرون السابقة يعني ويا رب هديني عشان أفهم وعايز أعرف إيه سببها لكم قولها بالعامية قولها بالصيغة القرآنية معي قولي الآية نفسها المهمة الأواعي هي بتوصلك لأي نوع من الهداية هتوصلك ربنا أهلك من القرون قد إيه وإحنا الآن وغيرنا وغيرنا عايشين في مساكنهم وعندنا القوم من كل الطيرات ومن شوف الآثار وشوف الدنيا إحنا عايشين في مساكن السابقين دلوقتي فربنا بيهدينا هلكوا ليه وإيه لأهلكهم رغم عظمتهم رغم جبرتهم يعني أنت ممكن كمان وركز معي في الحتة دي تبقى بتعمل شركة كبيرة وبتعمل صرح ضخم وبتبني سمعة رائعة وبتبني أشياء كبيرة جدا وعايز ربنا يهديك تعرف السابقين ضلوا إزاي فتحمي نفسك من الوقوع وتفضل محافظ على هذا الصرح ولا على هذه المنظومة أو على هذا الشرك الشركة أصد من الانهيار وصلت وبالتالي هذه الشركة تحافظ عليها من الانهيار يوم ربنا يهديك إزاي أهلك السابقين ويهدي لك كم أهلكنا للسابقين ساعتها هتبدأ تفهم وتعين فده مهمة قوي يبقى واحد لمعارفة إيه اللي انت بتعمله لأن فيه أمثال مضروبة لي في القرآن اتنين لو انت عايز تحمي نفسك من مرضه طبعا واحد لو حد حصل له مشاكل ما هو كده حصل له لخبطة فعايز يفهم إيه اللي خلاهم يضل أو يضيعوا أو يهلكوا اتناشر الهداية لما يقال الآن في المجال بتاعنا أو في الإنجليزي والغرب بصفة عامة The inner peace The inner peace السلام الداخلي ربنا مسميها في القرآن سوب والسلام أنا مش عارف هذا مش عارف أرتاح مش عارف أعيش في سلام وطبعا تابعات السلام بقى عيش آمن وطمئن كل ده تابعات السلام خلايا تبقى خلايا تبقى هدية منعتي عالية فيش انفعال مفيش غضب سوبه للسلام حياتي peace فاش حرب فاش أكشن طباس كده يهدي به من اتبع رضوانه وسوبه للسلام وطبعا يهدي به ربنا بيتكلم على الكتاب فمهم تكون وعي من الحتة دي ان انا يا رب هدني سوبه للسلام فده نوع مهم من الهداية شوف كم نوع بقى النهاردة انت محتاج ايه منهم وتخيل بقى ان انت ما كنتش واخد بالك من ده الفترة اللي فاتت فانت مش عارف تحدد انت هدوهدل لإيه مش محدد فانت لو مش محدد هتضل أصلا قالوا كده 13 الهداية إلى الحق الهداية إلى الحق يبقى الهداية السلام انك تعيش حالة السلام ولما تدعي كده هتلاقي كل ما تيجي لكتاب ربك عقلك طالما استخدمت هذا النوع من الهداية وهذا النوع من الدعاء عقلك هيلقط من الكتاب اللي يوصلك لسبل السلام خلاص رقم 12 بقى رقم 13 أصد إلى الحق لأن بعض الناس في ظل التراكمات اللي جاية من الموروث واختلاف الطيارات يعني كل دلوقتي فرقة متقسمة لـ 73 فرقة معايا الناس كلها متقسمة لفرق كتير إنجاز تعبير معاش والأرقام يعني في كل لو جيت تشوف بدقة كده هتلاقي القوم كلها متفرقة 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 تفصيلات ومسميات مسميات في كل أتباع رسل مسميات مختلفة كتير جدا فأنت مش عارف الحق الحقيقي فين من كتر السماع اللي بتسمعه والأن الأكثرية على ضلال فلما بيجيلك الحق بتخاف منه لأنه بيخالف فأنت مش عارف توصل للحق وممكن يكون اللي جالك مش حق فأنت برضه مش عارف لأن النت بقى فيها دلوقتي بلاوي زرقة كله بقى بيفتي وبيتكلم دلوقتي ممكن أكون أنا واحد من اللي بيفته أنت إيه اللي عرفك مش ممكن أكون عمال أزين لك الكلام وشيطان بيلعب بيه عشان أوديك في دهية طب تحمي نفسك إزاي وتحمي نفسك بوعي عشان ما حدش يضلك أي أن كان هو مين إزاي حلو وما تخليش حد سادة وكبراء ولا علامة عليم ولا معرفش كل ده يتنسف إنك تدعي ربنا وتكون واعي إن فيه نوع من الهداية إلى الحق بسم الله الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق يبقى ودي يمكن حتى يتلاقيه بقولها ناس كتير جدا وكنت بقولها زمان بقوة عند أي ظرف عند سماع أي معلومة لو بتعمل سيرش على النت وطلع لك رأيي جالك فيديو وفيه أي معلومة مهم تكون في التراك وعي الحق اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه بس مستحيل تعمل كده إلا لما تبقى أنت كمان بتنفذ بند من الحق الوالحياد أنا سأستمع للقول وأتبع أحسنها وتكون وقفت كل حاجة بتبنع الهدى عشان الحق يبان لأن مستحيل الحق يبان لحد ماشي على ضلال مستحيل فأنا وقفت اللي بيعرقل ويودي للضلال حيت بسمع المعلومة كده يمكن يبقى صح يمكن يبقى معاه الحق أو عنده حق حق وأنا على غلط فأنا بركز وبدعي اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ونيتي أن أهدى إلى الحق فأنا وعي لهذا النوع من الهداية وبشتغل عليه حلو كده شايفه في عقلي شايفه في الصورة النهائية أنا عالي فأنا رايح فين برقم 13 رقم 14 الهداية إلى الرشد قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أقول لكم مفاجأة بقى الرشد بالعامية معناها أمشي إزاي أمشي إزاي حلو كده إيه الخطوات اللي أمشي عليها أنا خلاص عرفت وعرفت الموضوع وعرفت أن أنا كذا وعرفت أن أنا عايزه طيب أوص الله زي بقى ده الرشد في حد عارف أن أنا بعمل سيقات كتير وعارف أن أنا مكسل وعارف أن المفروض أكون نشيط وعارف أن أنا مفروض أكون مثابر وعارف أن أنا كذا طيب وعملها زي بقى واقف هنا وقع عنده هدايا الرشد حتة دي وقع فهو بسبب انه بيعمل ضلال ملقطش الحتة دي فبيقعد يسمع وعنده معلومات ومش عارف يرشد خلاص فمهم جدا ابقى واعي ان انا كده في التوقيت ده لو انا في الحالة دي فانا محتاج للهدايا الى الرشد ومن اقوى الحاجات اللي ابتاه دي للرشد برضو كتاب ربنا بس انا هبقى دخله المرة دي بنية ووعي الرشد شوف كتاب ربنا فيه العلم من كلنا وحيد فانا مهمة بقى وانا داخل محدد انا عايز اخذ منه ايه مش داخل كده عشان اقرأ لا يا حبيبي انت محدد نوع الهدايا وادخل عليه عشان يطلع لك منه اللي يوصلك لديه قاعد ابحث عشان اوصل لديه هو كتالوج للحياة هتفضل رايح جاي عليه طول الوقت وصلت خمستاشر الهدايا الى الله خلي بالك بقى هدايا للرب معناها الحقوق كلها هدايا لله معناها التشريع بالدين الخالص الحق وصلت فلو عندك مشكلة في الحدوء في الحقوق في الحقوق ومش عارف تخشى فانت محتاج الهدايا للرب مش عارف تعرف الاصل وتبقى تتحرى الاوامر الحقيقية وايه اللي عندي ربنا فعلا له ثقل في الميزان من الاعمال وإيه اللي مالوش ثقل وربنا لا يقيم له وزنا انت محتاج ان تهدى الى الله كل موضوع ده خطير 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 هرمي في جملة كاذبة ده لاش كاذبة مش عايفة ايه اللي الموروسة عندي بيني وبينه طهر وكل شوية ام عايزة اخبط بس انا بدأت بقى الحتة دي نضجت عندي شوية وعملها تستوي لما يا رب يستر ومتشتش هي اصادمة شوية بقولها في كورس اسمه سحر اليقين ابحث وراء كده هناك من يلقى الله في الاخرة فقط وهناك من يلقى الله في الدنيا والاخرة ومن يهدى الى الله سيصل الى نعيم لا مثيل له في الكون بصورة مذهلة ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من ينيب اذا اردت ان تهدى الى الله لا بد ان تفعل سلوك الانابة والانابة باذن الله هعمل عنها سيكولوجية هتبقى اسمها سيكولوجية الانابة من اقوى الاوامر الدينية الرهيبة هعدي عليها بسرعة كده بالمجمل مين المنيبين دول او من ينيب يعني حتى هي بالعامية بنسميها النائب انا سأنيب حد معايا اللي بينيب ربنا في الامور بصورة واعية لها تفصيلات كتير كده بس انا بديك مفتاح تلوقتي وانت ادور وراه الذين امنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله عشان كده عارف لو انت النهاردة انابت حد في موضوع ما بالنيابة عنك يتحرك يعني ومعناها يتحرك عشان الحتة دي دقيقة ما تبقاش تواكل الانابة لا تكون انابة الا في الحاجات اللي انت مش هينفع تعمل فيها حاجة موضوع الانابة ده ساحر يقدر اي حد فقير كان او غني عنده قوة او ضعيف عنده علاقات او وحيد باستخدام الانابة وفق المتاح كل ما هو غير متاح ستنيبه الى الله واتفرج عليها حسن تفرج عليها حسن ساحرة ده بقى كأن فيه كأنك بالزبط كده عندك جيش من اقوى جيوش الكون رب ده هيجعله تحت سيطرتك لما تستخدم الانابة صح وتهدى الى الله هنا بقى بيحصل آيات وبيحصل معجزات بيحصل حاجات اللي حواليك مصدوم منها مش ميصدق بالمنطق مش ركبة مش ركبة بيضربوا اخماس فأس ده هم مش فاهمين حلي؟ ركز معايا كده بقى الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يبقى آمن وآمن بالذكر وعمل الذكر صح فشيء طبيعي يجي الشيطان يلعب في الذكر في الموروث ويخليه بغبغة معايا وأنا عشان كده عملت سيكولوجيا اسمها الذكر يرجع لها بقوة الذكر ده من بنود الانابة لحتة من اللي هتعمله كمنيب مهم ترجع لديه واثنين تؤمن وتعمل الصالحات فالشيطان عشان يبعدك كمان عن الصالحات بيخليك تشتغل في عكس الصلاحة والإفساد فتشوف وعلى فكرة أسوأ أنواع الإفساد إفساد ذات البين معايا وأعلى أنواع الإصلاح إصلاح ذات البين فيبدأ الشيطان ينزغ العداوة لإفساد ذات البين بالفتح والكلام النزع اللي بازي هما كلمنا عن الحلقة اللي باتت فعشان يبعد الناس عن أن هما يعملوا الصالحات وموضوع يطول لو بحثت في الصالحات والمفسدين ألا أنهم هم مفسدون لكنهم يشعرون وبحثت وراها في القرآن الكريم وفي أحاديث سعيدنا محمد المتماشية مع القرآن اللي بتتكلم عن الإصلاح وإصلاح ذات البين والإفساد وإفساد البين بصورة متعمقة فإذا توصلت البرحلة بأن أنا عايز أهدى إلى الله وعملت البنود بتاعة الإنابة وبنود الإيمان والعمل الصالح والذكر اتفرج عليه يحصل لك لأن طول ما الذكر أنت عايش به بيبقى الله حاضر بصورة كبيرة في وعيك وساعتها والله الموضوع هيبقى أروع مما تتخيل رقم 16 الهداية إلى صراط العزيز الحميد استخدام اسم العزيز من العزة والحميد من السلطان المبين أعلى قوة مسيطرة في الكون هي الحمد هلو كده في الشباب اللي أخدوا كورس قوانين الاستحقاق لسه ما عملتلهمش التسجيل بتاع الأسبوع بتاع الحمد والتسبيح بالحمد يعني سبحان الله يعني كل ما جاء عمله يحصل حاجة يعني حتى داكتنا شكت إن استحقاقوا في حاجة أعمل أي حاجة تهتمشي أجي أعمل داكي ومتعارك فحاليا بس بزبط كده أشوف إيه الحكاية ليه دا بالذات مش بيوصل لهم وهزبطوك قريبا إن شاء الله بس الموضوع بقوة ركز معاي كده اللي بيهدى إلى صراط العزيز الحميد ربنا بيديله عزة مفيش زياها في الكون وهيودع الذل للأبد فلو أنت مذلول لأشخاص أو مذلول لمواقف كسراك أو وجعاك أو في علاقة معيشاك ذل ومعيشاك ألم ومعيشاك معاناة يبقى أنت لم تهدى إلى صراط العزيز والحميد كمان للتنمع بعضها معناها في سلطة المذلول معروش باور مش عادي تصرف يقولك الظروف لما تسمح الظروف لما يوافقه لما فهو عايش مفيش عزة مفيش حمد معايا معدوش باور والسلطة المتحكمة تخيل بقى لما ربنا يهديك لصراط العزيز الحميد هتبقى عايش إزاي وتبقى حياتك عاملة إزاي فمن اللي انت فيه تعرف نوع الهدى اللي انت عايز أو الهداية اللي عايز توصلها ألف لام راع كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد برضو الكتاب 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 فهمت بقى وهتلاقوا آيات كتير لو بحثتوا في الذل في الذل قاصد والذلة وترهقهم ذلة خدت بالك الناس اللي كانوا بيقتلون الأنبياء بغير حق ترهقهم ذلة بيعيش ذل أنهم بيبعد عن الكتاب أي حد جايله بكتاب بتلاقيه عايز يقتله وعايز يبعده وعايز ينفر منه وركز معايش أن دي حتة مهمة قوي النبي لأنه ما وصلش لدرجة رسول ممكن هو اللي يقتل لكن الرسول ربنا بيعصمه من الناس وما فيش قوة في الأرض بتعرف بتعمل معاه حاجة ما بيوصل للمرحادي بصدق وبيدقي نفسه بحاجات كتير النقطة المهمة عشان بعضنا سأله طبش معنا فيه أنبياء قتل وهو كده غلط هو لسه ما ارتقاش الأنبياء اللي قتل واخدناها بمعنى القتل لإنهاء الحياة لسه ما ارتقاش لأنه كان لسه في بدايته معايا لأنه هي درجة قبل الرسول المهم فوصل لرسول ربنا قال في القرآن للرسل والله يعصمك من الناس خلاص ما فيش حد يقدر يأذي أو يعمل ضرار كبير النقطة المهمة اللي عايزك تمام راكز فيها بقى أن شوف كل شوية هتلاقي كتاب ربنا والوعي أنا عايز أهدى لإيه عشان كده لما ربنا في القرآن يقول أن الكتاب هدى للمتقين أن كلما اتقت ربنا كلما طلع لك مخرج من اللي أنت فيه والمخارج بقى بأنواع هدى مختلفة يلا حد بدقة عندك الوسائل انطلق المشكلة أنه ما كانش حد ما عرفك الأنواع دي أصلا موجودة في كتاب ربنا أنت متخيل أنت متخيل لن دلوقتي 2023 جاية تعرفها في الكتاب أصلا في كتاب ربنا معايا ما حدش كان وصلها لك أو أنت ما قاعدتش تبحث عشان تبقى عارف نوع الهدى اللي أنا عايز أروح فين النقطة اللي أنا محتاج وعايز أشتغل علي الفترة الجاية معايا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد سبيل الله واضح آيات ربنا واضحة فيه ناس ما عايزينها عوجة وحاجات جاية بقى وروايات مختلفة وجاية يمين وشماله ومختلفين وأصل في نص كذا وحد قال كذا وحاجات عكس بعفة عايز عوج كتاب ربنا واضح يعرف لك التراك تبص بقى على اللي جاي اللي فيه اختلاف كثيرا تعرف منه الصح وتسيب الباقي فبقى منظومة واضحة اللي عايزها عوجا ده هو حر اللي عايزها عوجا والله لو سألت أي حد من اللي عايزها عوجا وقلت له الهداية إيه وثبت الهداية إيه مهما كان علامة في الدين ما هيعرف يقولك النقاط دي إلا ما يرجع لكتاب الله شايف الدقة شايف التفصيل شايف المنهج اللي مرسوم بالمسطرة لمنتهى الوضوح شايف الدقة والوضوح شايف الصلاة المستقيم الواضح لكتاب ربنا دقة التانية عوجا تقولوا متققي ربنا ازاي جرب كده سؤالين لما تشوف حد كده من البيض حاج متحدثين في الدين قلت له لو سمحت عايزة كون متقين أعمل ايه واتفرج هيقولك ايه هيقولك حاجات عوجا من دماغه أو من قلف ولا نقلع اللان طب طلع بقى البنود مش فكنوا كام حاجة عشرين بند للتقها في قرآن تلاقيهم رفحتوا اسمع عنها أصلا أو يخبوا بالوا منها طب ايه نوع الهداية واسألهم اللي ماشيين عوجا ولا وشوف كل كذب في الموروس اللي ماشيين عوجا دي الدنيا واضحة في القرآن زي الشمس بس هم اتخذوها عايزين يمشوا عوجا خلاص كده فاللي عاوز هيدخل كتاب ربنا بقى واعي الآن أنا نيتي مركز يا رب هدني إلى صراط العزيز الحميد هيبدأ يطلع له وسيهدى إلى هذا الصراط لأن ربنا قالها وأن علينا للهدى علينا الله 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 علينا للهدى شغلتهم بيهدو إما يمين أو الشمال إما شاكرا أو كفورة حدد بس انت في هدى طول الوقت طول الوقت انت في حالة هدى وانت ماسك ديركسيون إما الإيجابيات أو للاتنين السلبيات وانت اللي بتقرر وصلت ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد اللي أوتوا العلم عارف إن اللي بيهدي للحق هو اللي أنزل عليه مش الكلام اللي بيتقال من بشر عن بشر عن بشر ده اللي بيهدي للحق فأنا بقيت عارفه ثم أشوف الكلام اللي جاي بعد ما بقيت عارف الحق أقدر ساعتها يبقى عندي معيار مين في الكلام اللي جاي ده صح ومين في الكلام اللي جاي ده غلط وهو ده بقى عين التبين أنا بتبين الآن الكتاب بيبين لي اللي جاي ده أنا معرفوش كلام مكتوب من ناس معرفهم شوما مين أصلا وصلت في ناس يعني الكلام اللي جاي ده جاي من ناس معرفهم شوما مين ومعرفش عنهم حاجة وهم اللي لقى دولي عنهم قصة حياتهم والقصة اللي مكتوبة عنهم برضو معرفش مين اللي كاتبها والكلام اللي مضخم عنهم أو الكلام اللي موسيق لأن في بعض الناس مثلا مشوهينهم ماشي وقال كلام سربي عنهم معرفش عنهم حاجة لا دولي عرفهم ما دولي عرفهم وفي كلام هنا وفي كلام هنا طب مين اللي يقولي الصح والله وخلي بالك اللي بيتقال ده ينطبخ على كل أتباع الرسل إذا عايز تهدى أو عايز تضل عايز تبقى ماشي على صراط العزيز الحميد ولا تمشي في حاجة تانية يبقى لما ربنا يقول بقى أن الكتاب ده بوضوحة هو هو اللي بيقل اللي أنزل علي هو اللي بيهدي إلى صراط العزيز الحميد عشان كده اللي ماشي كده يبقى عنده عزة وعنده سلطة وركزه في الجملة وما في قوة على وجه الأرض تعرف تعمل له حاجة أو تضره لأنه بقى محصن بأشياء قوية وبصورة كبيرة جدا 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 لا يتخيلها أي إنسان في الكون إلا عايز بقى عوجا كل شوية بقى الظالمين ربنا ممكنهم علينا وربنا يأخر النصر إلى يوم وعايشين في الأوهام الموروس الهالهم دي وعما يتخطفوا ويقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وعجلهم من خلاف وعنفهم من الأرض وهم عايشين في الوهم اللي يعني ربنا يهدي سبعتاشر السبيل من الألف واللام يهدي السبيل هلو كده وما جعلنا أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل عشان كده خلي بالك بقى الحق المفروض أن له سبيل بالألف واللام معرف يبقى يا رب اهديني لهذا السبيل بتاع الحق وخلي بالك بقى دي حتة وامة جدا ولما الناس يقولوا كلام لأن عارف كده وركز معيه في الحتة دي لما الواحد يكون مش قادر يوصل ومش قادر يعرف أنا أنهي خط همشي عليه وحتى لو كنت لسه مش فاهم لأنواع الهداية فقلت يا رب هديني السبيل بس كده يا رب هديني السبيل الكلمة دي لوحدها كلمة في القرآن كلمة إيجابية مش سلبية طالما معرفة بالألف واللام شوفوا المفاجأة سبيل لقى فيه سبيل المجرمين وفيه سوبة ربك معايا فالسبيل معرفة إيجابيا ممكن تستخدمها لو لسه حتى مش عارف تحدد يعني أنا باعتبر اللي لسه في البداية ولسه مش عارف في حد أي حاجة لو قلنش يا رب هديني ويسكت يا رب هديني السبيل اللي هو ايه ما عرفش أنا عايز أحدد لسه حتى فقط مش عارف أنا عايز أعمل ايه يا رب هديني السبيل وعايش بيها ويشتغى عالاته الوقت اتفرج على لا يحصل في عقلك لما تجد ربناك كده هتلاقي بدأ يتكون جواك أشياء وأنوار هتنور جواك تهديك لحاجات كتير لأن احنا كلنا جايين الأرض من أجل رسالة كل واحد مختلف ولأن هذه رسالة مختلفة عندك بصمات مختلفة في كل شيء رجلك صوتك إيدك جلدك شعرك كل حاجة مختلفة فإذا أنت لسه مش عارف تحدد ادعي بس كده يا رب هديني السبيل أنا لسه مش عارف هو إيه مش حتى مش عارف ها حدد أنا عايزي أنا نوع من هداية فخليها بالهداية العامة رب هديني السبيل 18 نوع من الهداية مهمة قوي الناس يعني حدوا يعني يجعلوه محدد في السفن أو في الطرق يعني اللي هو يهديكم في ظلمات البر والبحر أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسد الرياح بشرا بين عدى رحمته هيئة إله مع الله تعالى الله عما يشركون من وجهة نظري كلمة ظلمات في القرآن من معانيها العميقة إن الدنيا مضلمة قدامك الدنيا مطربقة أنت بتقولها بالعامية الدنيا بيزة الدنيا خربانة ده معنى أن عايش في ظلمات خلاص واللي عايش في الظلمات محتاج إنه يهدى في هذه الظلمات رب نيهديني فلما أنا أدعي ربنا وأبقى واعي إن ربي سبحانه وتعالى أثناء هذه الظلمات هو اللي بيهديني منها وبطلع ويهديني إلى النور فالدنيا اتنور عشان كده هيجي بعد كده النوع مثل من الهداية هتيجي بعد كده إن شاء الله نوت بتطاعتها فأنا مهم أكون مدرك إن هذه الظلمات خلينا بقى دي حتى مهمة جدا الناس اللي وعيين في الظلمات وركزوا بالله عليكم وبقالهم فترة لأنه لو خدنا إسقاطات صغيرة ظلمات مرض معين يعني مرض معين مستمر معاك وملخبط لك الدنيا ومش عارف تعيش بسببه كويس ودي ظلمات مصغرة في مرض بقى ظلمات ديون ومشاكل مادية ظلمات علاقات في الحياة ظلمات مش لقي شغل ظلمات أو كل الظلمات دي مجتمعة فقره غلى أسعار ومفيش كهرباء ومفيش عرب فيه ناس بقى عايشين في الظلمات دي كلها مجتمعة ركز معايا بالله عليك سبب بقاءك في الظلمات إنك في اللحظة دي لسه مش مؤمن إن ربنا هو اللي هيهديك في هذه الظلمات وإنت في اللحظة دي مشرك معا حاجة تاني قولا واحدا خد الخدة بقى ودور عايز تتعمق بقى وتشوف نتيجة المرمطة اللي هات مرمطها في حياتي موجودة الكورسات الأكاديمية بالتفصيل الممل بإذن الله حالو كده؟ وبالتالي طالما لسه في ظلمات إذا نواقع عليك الموضوع ده إنت في اللحظة دي مشرك إن اللي هيطلعك حاجة تانية فأنت وخدها شريك وإنت جوة في العمق محفورة الحاجة اللي إنت بتجري عليها بقى لك كتير هي دي لشرك مع الله لسه ما زبطتهاش من جوة عشان تعملها صح فإنت كده مش مدرك إن في شرك هنا فإنت ما خرجتش من هذه الظلمات ولما الإله يقول كده معناها إنك عمرك ما هتطلع منها إلا بيه بس المهم تنزف هذا الشرك وتبقى واعي في الحتة دي النوع اللي بعد كده 19 سنن الذين من قبلكم خلي بالك بقى في هداية قبل كده كم أهلك والهداية دي سنن اللي من قبلنا السنن بتاعتهم إيه خلاص كده يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم إن ربنا عشان يتوب عليك ويهديك بيوريك سنن الذين خلقوا من قبلنا بيوريكهم عملوا إيه وكل مكشوف قدامك قوانين واضحة زي الشمس فإذا أنت متعلمتش من هذه السنن لن تهدى وبالتالي مهم تبقى مركز في نوع من الهداية اللي أنت عايزه إن أنا عايز أقرأ يبقى هكذا بقيت مركز بقوة بقى إيه القوانين في السابقين اللي عملت حاجات بتاعتكم تبقى تدور وراها وتمشي وراها وتنتبه فأنت يعني عارف اللي وصلني للمعلومات اللي أنا بطبقها في الكورسات واللي في حياتي إن كنت متأكد بيقين إن كل تفصيلة حصلة في مشكلة في الحياة لازم يكون لها تفصيلة حصلة في كتاب ربنا إذا ربنا قالت بي أنا كل شيء لما آمنت بالكلمة دي عشان كده اللي مش مآمن بيديو لك تبقى كل شيء معناها إيه وعمال يكفر بيها وعمره ما هيعرف يطلع أصلاً يعني هو أصلاً كافر فهيضله فهتلاقي مش عايف يطلعها تؤمن بيها الأول تطلع كفرت بيها ورايح تثبتها والله ما هتطلع هلو كده؟ عشان كده كتاب ربنا ده عجيب يعني حي بيتعامل معاك بحسب درجة إيمانك لأنه حي مش مقارب كتاب مكتوب هتخش مؤمن بأنه تفصيل كل شيء هيطلع لك التفصيلات هتخش لأ طب طلع لي كذا مش هقوم ما أفلك مش هتلاقي حاجة هتلاقي فجأة إيه ده في إيه مش عارف أشوف معايا فلما تكون واخد بالك بقى وترجع تشوف الآيات وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين فأنا كده بقى عندي معيار أنا لازم أدرس هذه السنن وسنن المكذبين بالذات عشان أبقى شايف المعيار ده وبالتالي ربنا هيهديني هذه السنن لما اكتشف هم عملوا إيه ووقعوا في إيه سأهدى وعمر ما هضل فلما تلاقي من سنن السابقين إن كلهم بلا استثناء كان بيكي كتاب من ربنا يقوموا منشئين حاجة تانية يدخل فيها البلاوي يبقى فيها الإيجابي والسلبي والسلبي هو اللي يسود فيضلوا ويقعوا فانت بقيت حذر وده حصل مع كل الأمم ده من سنن السابقين أنا يعني بشكر ربنا سبحانه وتعالى إنه هداني هذه السنن فبقيت شايفها في اللي بيحصل ويمن دول نفس السنن من قبل حتى في حديث نابوي قال المعلومة دي لتتبعون سنن الذين من قبلكم وفي آية تانية حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه يعني كل حاجة عملوها مع رسوله ومع كتب ربنا احنا بنعملها عملوا كتب تانية وخلوها هي الدين وضخموا ضخموا ضخموا وفي تدريجانة سابق كتاب ربنا الأصلي وحصل تحريفات في المعاني وحصل كتب تانية بالمل اللي بدأ يحصل في دينا وصلت فانت لما تبقى مهدى لهذه السنن ربنا هيحميك وهينبهك وتلاقي البعين عندك اشتغل وبقى واضح عشرين مش الرشد بقى أقرب الرشد حلو كده ده بقى حاجة أعلى بكتير من مجرد الرشد عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد وده اللي عاوز بقى اختصار الاختصار وسرعة السرعة وده حتة مهمة قوي بس أنا من وجهة نظري ما بتجيش إلا للأحسن تطبيق اللي في الأول ده بقى للزيادة اعتبر دي بقى مش ماجستير ودكتوراه ده أعلى منهم كمان اللي عاوز بقى يهدى لأقرب من أي شيء هو عيده رشدة يتبع الدعاء ده ويستخدمه والدعاء ده مهم أنك تكون ما عندكش معيقات ليه أنت بقيت فاهم بقى أنك ممكن تكون قاعد تدعي 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 لو بتعمل واحدة منهم في همت إيه اللي نضيععك في الدنيا في حياتك كلها في رزقك في عيالك في كل حاجة عملت واحدة من دول أنت حر في همت طبقهم ونسفهم وخلي بالك حتى لو أخذت النية وبدأت تشتغل وده أنا منتكلم فيه إن شاء الرحمن في بقى في الهداء اللي تعملها من نعمة ربنا أنك بمجرد أخذك للنية ونيتك توقفهم ده لوحده بيوقف الضلال ومستمر أنت مطبق ولا لأ حتى لو أنت ناوي بس بتقع وده من نعم ربنا هنتكلم فيه لما نوصل لنقاط الهداية الجزء الثالث بقى إن شاء الله أو اللايف الثالث بإذن الله واحد وعشرين سواء السبيل حلو كده ولما توجهت القاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل هسيبك بقى تبحث سواء السبيل ده معنى إيه وإمتى تكون محتاج في حياتك تدعي يا ربنا يهدك سواء السبيل هاتي الآيات اللي بعدها الآيات اللي قبلها والآيات اللي بعدها وطلع يعني إيه سواء السبيل يلا وطلع جذر سواء وهتعرف اتنين وعشرين شوف بقى شوف بقى سواء السبيل سواء السراط والله العظيم هذا الكتاب دقيق تفصيلي لدرجة لا تتخيلها وأكتر حاجة بتخلينا تنرفز من الموروث أنه هم خلوا كل ده زي بعضه سواء السبيل سواء السراط سواء السراط سواء السراط بألف واللام غاية من غير زي من غير ألف واللام كله كده كوكتيل للأسف يعني أنت لو بقيت مدرك أن الكتاب تفصيل كل شيء هتعرف أن ترامت شاية ألف واللام إذن لها معنى اتضف ألف واللام لها معنى تفصيلي أدق سواء السبيل لها معنى تفصيلي أدق مختلف عن سواء السراط وطور وانتقل وارتقي غالي وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء السراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب بردو فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مقاب دا سواء السراط ابحث ودور مش كل حاجة وتهلك بقى 23 لسه حاجتين 23 و24 23 الطيب من القول وإلى سراط الحميد الاتنين مع بعض تهدى إلى الطيب من القول أن يبقى كلامك دايما طيب وألفاظك طيب طيبة وأفعالك طيبة لأن القول شامل كل البادي لانجوش بتاعك سواء كان كلام باللسان سواء كان بالتعبيرات البشرية بالتعبيرات الجسدية بالبادي لانجوش زي ما نسميها كل دا هو القول فتهدى إلى الطيب من القول وتهدى إلى سراط الحميد وخير بقى دا الحميد لوحده أنا باعتبر من وجهة نظري إن أعلى اسم من أسماء الله هو اسم الحميد وأقوى اسم من أسماء الله هو اسم عشان بقى يكون دقيقة أحمد اسم من أسماء الله هو الحميد لأن أقوى الحميد أعلى منها وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى سراط الحميد أنا يعني أجهة صوتي هنا برضو في النقطة دي ابحث ودور إيه اللي وصلك ومين الناس دول اللي هدوا طيبنا القول وإلى سراط الحميد آخر نقطة هنختم بها النهاردة وهي آخر نقطة في الأنواع الهداية الهداية للنور وما أرواعها من هداية يهدي الله لنوره ما يشاء والهداية للنور ده بحر كبير يمكن اتكلمت فيها بتدريبات عملية مكثفة في كورسل طاقة الحياة واشفاء ذاتي بتمرين عملي مهم جدا مدة 40 دقيقة والهداية للنور اللي بيهدى بيها ربنا بينورله إنجاز التعبير كده كأن فيه كشافات بتنور في عقلك وتلاقي كل اللي كنت انت متربي عليه قبل كده أو كل اللي كان بيعدي عليك من كتاب الله أو كل اللي كان بيتقال قدامك وكان مضلم وبيعدي كامل غير ما تاخد بالك منه بقى منور وبقى واضح وبقيت بتبص على الآيات كأنها بتتكلق الدنيا نور فيه نور جوه ما بقاش مضلم اللي لسه بيبص على بعض الآيات مش فاهمها الدنيا مضلمة وده هيحصل عند كلنا على فكرة بس فيه ناس بقى الكتاب كله مضلم الناس للكتاب كله مضلم هم اللي بيهجموا أي حد بيتدبر لأنهما بيسقطوا الضلام اللي عندهم ومفكرين ان انت مضلم هتعمل ايه لكن كل ما هديت للنور هتلاقي فيه أنوار بتنور ومعاني بتنور آيات كتير واللي بإذن الله اللي بيتابعني بقى له فترة بقى لي فترة أنا مركز في موضوع النور كل حاجة بعملها من فضل الله بتنور عندك حتى واللي بيتابعني بقى له فترة وبيسمع بجد وبيطبق هتلاقي فعلا كشفاتنا وورد جوه وبالتالي نور 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 فإدعي ربنا دايما يهدك للنور لكي تكون دائما عن يمينك نور وعن يسارك نور ومن أمامك نور ومن خلفك نور ومن فوقك نور ومن تحتك نور فتبقى الهالة بتعتك كلها نور ولما النور يبقى بيحيطك من كل اتجاه ستذهل من كشف أشياء كتير وستذهل من تكسير أصنام كتير وهيكتر اللي بيهجموك وبيتريقوا عليك وبيقذفوك بالباطل فكن مستعد لأن ده الطبيعي ده الطبيعي لأي حد بيكسر أصنام الموروطة يا رب أسألك أن تكون هذه الحلقات سبب هداية من يشاء الهدى ومن يلقي السمعة وهو شهيد ويا رب يهدي كل إنسان سبل الرشاد لكي يستطيع التطبيق بصدق وأراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة هتكون الجزء الثالث من سيجولجية الهداية تكملت بقى أسباب الهدى واحدة واحدة وإلا لو عملتوا تسرع من الهداية إن شاء الله أشكركم من القلب وأراكم بكل خير أحمد أمار ترجمة نانسي قنقر